قطر اللي اسمه R1 هيرسم لك الدومزة نفسه طب R2 تعرفها ايه هي المسافة العمودية اللي وصله من المركز لحد المماس عند السكشن كنت قلت لك ان R1 هي نص القطر بتاع الدومزة نفسه R2 هي المسافة العمودية من المماس او من المحور او من السكشن لحد العمودية على المماس وكنت قلت لك ان R1 اللي في القانون ده هي المسافة الافقية من السكشن اللي انت بترسه لحد المحور بتاع الدوم فديه المسافة الافقية وتعريف الزاوية هي الزاوية ما بين المحور الراسي للدوم والخط الواصل من السكشن يعني يا بيش مهندس يعني لو انا بادرس السكشن ده في الدوم مثلا السكشن هنا كده هرسم خط من سنتر الدوم لحد السكشن ده خط من النقق كده وهتبقى الزاوية المحصورة بين الخط ده والمحور بتاع الدوم الزاوية ده هي دي الزاوية فاي ده مهم قوي لان ان شاء الله في اللي سكشتشات الفكرة كلها في الزاوية فاي ده فيبقى الفاي باش مهندس يا الزاوية المحصورة ما بين الخط الواصل للسكشن والمحور بتاع الدوم فكلنا استنتجنا ان في الدوم لو خدت بالك R1 اللي هي المسافة من السنتر لاين لحد الحتة اللي بترسم بها الدوم يعني هو نص قطر الدوم سات نفسه R2 هي المسافة من السنتر لاين لحد العمودة على المماس فهتلاحظ دايما في الدوم ان R1 بتساوي R2 واحنا بنسميها ايه R1 و R2 ما ستبتمه تساوياتين في الدوم مع اختلاف تعرفه واللي اتنين في الاخر بيساوي ايه وده اول حاجة استنتجناها للدوم الحاجة التانية ان الفاي بتاعتك دايما من المثلث ده الفاي ده هي من المثلث اللي ارى سامته ده ساين مينس ون المقابل على الوطر فساين مينس ون R على ايه وده تانية حاجة استنتجناها للدوم وبالتالي اعطف القانون اللي فوق دي من اللي استنتجته ده R1 و R2 متساويين فقانون ده هيختلف شوي انما القانون ده هيبدل زي ما هو يعني الان فاي عند اي سيكشن في الدوم بيساوي نفس القانون ده لا مش هعرف ابسطه عن كده انما انا ممكن ابسطلك ده شوي لان R1 و R2 في الاخر وما متساويين بيساوي الايه يعني ممكن اشيل R1 دي وحط مكانها ايه و R2 دي وهشيلها وحط مكانها ايه فلو عملت الكلام ده هيطلع معاك ان ان فاي زياد ان سيتا بتساوي البي ار مضروبة في الايه ودي قوانين بتاعت الدوم بس واخدنا القوانين دل مرة اللي فاتت واشتغلنا بيها مسألة ورسمنا الان فاي والان سيتا لها وصممنا كمان الدوم طب بالنسبة للكون تعريف الكون ايه هو عبارة عن منشأ ثلاث الابعاد ناتج من دوران خط حواليه محور دوران ده كان دوران منحنة انما ده دوران خط فده محور دوران الكون المسافة العمودية من السنتر لاين لحد اي مماس لتكون الكون كله اصلا مماس اصلا ما فيهوش حاجة ما فيهوش نص دايرة اصلا ما فيهوش منحنة وبالتالي المسافة دي دايما ار اتنين عند اي سكشن تقدرسه المسافة العمودية ده هي ار اتنين طب و ار واحد هل تكون ليه ار واحد اصلا بنص قطر الدوران اللي برسم بيه هل ده اساسا منحنة عشان يترسم بنص قطر؟ لا ايبا ار واحد بتاعت الكون ده ما لا نهاية طب الزاوية فاي ما اختلفتش هي الزاوية ما بين المحور بتاعت الكون والخط الواصل من الكون من سنتر لاين الكون لحد السكشن اللي انت عايزه فهي دي الفاي مسافة ار هي المسافة الافقية نفس التعريف اللي فات هي المسافة الافقية من السكشن في الكون الار واحد بمالة لهاية زي ما قلت لك يبقى الكون خد بالك الفاي بتاعتك هي الزاوية ما بين السنتر لاين والخط الواصل للسكشن او هي الزاوية المحصورة ما بين الافقي والخط المايل بتاعت الكون اللي هي الزاوية دي هي هي محسن مسلسات كده تطلع عن الزاوية دي قد دي بالظبط طب اللي عايزة اقوله ايه ان في تكون زاوية الميل اللي هي فاي سبتة دايما اه دايما لو خدت سكشن في اي حتة في تكون الزاوية فاي دي هتلاقى سبتة باخلاف الدوم لا ده الدوم الفاي دي بتختلف على حسب انت اخدت سكشن فيين هل في بداية الدوم هنا؟ هل هنا؟ هل فوقه خالص؟ فالفاي مختلفة انما الفاي بتاعتكون سبتة دايما ما بتختلفشه لانها زاوية الميل على الافقي ودايما الخط ده على الافقي هو ميل بنفس الميل مراش منحنة هيبقى الفاي بتاعت سبتة وده اهم حاجة بتميز الكون طب تعال نشوف الحاجات المميزة اللي بتكون ايه؟ اول حاجة ان ار واحد بمالة نهاية فالرقم اللي ار واحد ده اوه اللي فوق ده بمالة نهاية واي حاجة على مالة نهاية بصفر يعني انا داخل الكون وانا عارف ان المقدار ده بصفر طب كامل كده ار اتنين هتبقى برقم ولو انت عايز تحسب ار اتنين على فكرة ممكن احسبها لك عادل ما هي الزاوية فاي دي هتكون عندك هنجبها ازاي هتجبها كمان شوية تشوف في الكون وار اتنين من المثلث ده صاين الزاوية ده هاي صاين فاي بيساوي ار سمول على ار اتنين فصاين الزاوية فاي بيساوي ار سمول على ار اتنين ار سمول هيبقى عندك والزاوية فاي هنجبها زاوية ملك كون ذات نفسك يا معطي اما هتجبها بمثلث كده هنجبه كمان شوية فالزاوية فاي دي عندك فار اتنين دي هنجبها اساسا بتساوي ار على صاين فار فانو ممكن اقتصرها لك اكتر اقول ان ار اتنين بتساوي ار سمول اللي هي هتبقى عندك المسافة الافقية من السكشل لحد المحور على صاين فاي يبقى ار على صاين فاي والفاي او الار هتبقى عندك والفاي زي ما انت شايف صاين مينس وان ار على ار اتنين وممكن اقولك ان في دي اساسا هتبقى جبن او هنجبها حساب المثلثات بسهولة لو عوضنا عن الكلام ده فوق بقى هتلاقي ان برضو في الكون الان فاي بنفس القانون ده يعني قانون الان فاي العام ده ينفع للدوم وينفع للكون ففيش فرق بس القانون التاني ده في الكون ار واحد بما لا نهاية فان فاي على ار واحد بصفر فهيطلع لك ان ان سيتا بتساوي بي ار في ار اتنين وانا لسه هيلك ان ار اتنين بتساوي ار على صاين فاي فانا ممكن اقول ان ان سيتا بتساوي بي ار مضروبة في ار اتنين ممكن تشيل ار اتنين ده وتحط مكانها ار على صاين فاي ويبقى دي قوانين اللي استنتجنا في الكون وفي الاخر استنتجنا ان الكون ان سيتا فيه ما بتعتمدش على ان فاي لان ان سيتا بقانون وان فاي بقانون تاني طب ان اللي خلهم ما بيعتمدش على بعض ان المعادلة اللي كانوا بيعتمدوا فيها على بعض ان فاي طارت لان ار واحد بما لا نهاية فده كان بيبقى سؤال في الشافة ودايما يقول لك ليه الكون ان سيتا ما بتعتمدش على ان فاي فتقول له والله ان ان سيتا القانون اللي كان بيربطهم ببعض ار واحد بما لا نهاية فان سيتا لها قانون لوحده وان فاي لها قانون لوحده وده كنا قلنا المرة اللي فاته يبقى دي القوانين بقى النهائية بتاعت الدوم وده بتاعت الكون لو خدت بقى القوانين فيها حاجة اسمها دابيو فاي وفي حاجة اسمها البي ار فقلت لو خصتلك المرة اللي فاتت في جدول كده ازاي نحسب الدابيو فاي والبي ار لحالات مختلفة فقلتلك لو عندك ديد لود بضرب الديد لود في السيرفس اريا اجيب الدابيو فاي اضرب الديد لود في كوزين الفاي اجيب البي ار وكنا عارفنا المرة اللي فاتت ازاي يجيب اشارات الدابيو فاي والبي ار الدابيو فاي اشارتها لو التركيز بتاع القوة بيضغط على السيكشن فيبقى اشارتها سالب لو بيشد في السيكشن يبقى اشارتها موجب البي ار على حسب السهم داخل للمركز والله طالع من المركز بفكرك بس من مرة اللي فاتت ودي القوانين اللي كنا قلناها برضو المرة اللي فاتت في الجدول ده لو هي لايف لود لو القوة اللي عندك لايف لود عشان تحولها البيو فاي بتضرب في الاروزونت الاريا وعشان تحولها البي ار بتضرب في كوزين تربيع الفاي لو القوة اللي عندك بريزر ضغط رياح او ضغط هوا وممكن ما تحفظش البيوريجر مش هيجيلك في الامتحان بريزر البيو فاي بريزر في الاروزونت الاريا والبي ار بريزر بس ما تحفظش ده مش هيجيلك في الامتحان بريزر هوا في الامتحان يا ديد لود يا لايف لود يا 컨سنترات لود كنت قلت لك اكتب اكتب مرة اللي فاتت جامب الكنسنترات لود قلت لك كده اكتب ان هو حمل موزع على المتر الطولي وهتفهمها قوي النهارده هتفهم يعني ايه حمل موزع على المتر الطولي وبيجي منين اصلا يعني ازاي بقى في حمل موزع على المتر الطولي فوق الدوم يجي منين ده طب عايز بس احاوله لو انا عندي حمل موزع على المتر الطولي فانا بسميه حمل مركز وعشان احاول وفي اضربه في اتنين باي ار في محيط دايرة والبي ار بصفر يبقى البي ار بتاعت الحمل المركز بصفر مالوش بي ار لو خدت بالك القانين ده برضو معتمد على حاجة اسمها السيرفيس اريا والهوريزونت الاريا فكنا مره اللي فاهت تعلمنا ازاي نجيب السيرفيس اريا والهوريزونت الاريا لاشكال مختلف اتفكرت كده بسرعة كان عندنا اول حاجة لو انا عندي ستوانة او دوم الاول الدوم بالمنظر ده ار و اي و واي كنت بقولك ان السيرفيس اريا بتاعت الدوم بالكامل اتنين باي اي و واي والهوريزونت الاريا بتاعت الدايرة الدوم من تحت دايرة القوبة من تحت دايرة فالمساح الهوريزونت الى على الافق هي مساح الدايرة هي باي في ار تربية طب لو عندي جزء من دوم يعني مش دوم كامل دوم ناقص بالمنظر ده بنسمي نص الكتر اللي تحت ار كابيتل و نص الكتر التاعة الدائرة اللي فوق والدائرة اللي فوق دي فراغ ار سمول و كنت قلت لك عشان اجيب السيرفيس اريا بتبقى تنين باي اي و واي نفس القانون بالضبط مع اختلاف الواي والهوريزونت الاريا مساحة الدايرة اللي تحت نقص مساحة الدايرة اللي فوق عشان اجيب الهوريزونت الاريا بتاعت الحتة دي يبقى باي ار كابيتل تربيع نقص باي ار سمول تربيع طب لو عندي كون وهنستخدم القانون دي النهار ده على فكرة بتاعت الكون لو عندي كون بالمنظر ده التول ده ار واللي ارتفاع واي فالسيرفيس اريا بتاعته باي ار اس بحيث ان الاس هي المسافة عالمية والهوريزونت الاريا برضو الكون من تحت دايرة فالهوريزونت الاريا برضو مساحة دايرة باي ار سكوير لو عندي بارتو افكون يعني جزء من الكون ده بالمنظر ده مسكون كامل اللي ارتفاع بتاعته واي ونص الكتر الكبير ار وده ار سمول والمسافة عالمية الاس فبرضو السيرفيس اريا باي في اس في ار زائد ار والهوريزونت الاريا مساحة الدايرة الكبيرة نقص مساحة الدايرة الصغيرة وده كده ملخص لحساب الان فاي والان سيتا في جميع الاشكال المختلفة وبجميع الحالات المختلفة سواء ده لود لايف لود بريجر كونسنترير لود دوم دوم ناقص كون كون ناقص يعني سلايد ملخص صالح كامل والنها المرة اللي فاتة ناقص بس حاجة واحدة والنها المرة اللي فاتة احنا لو عندنا دوم ايه هي خطوات الحل اللي بنمشي عليها design step اول خطوة حاجة اسمها concrete dimension والليه قوت الخطوة التانية حساب الاحمال والتلك في حساب الاحمال احنا بنحسب dead load و live load كأنها بلاطة خرصانية سلس لا بعادية خالص ما فيهاش اي فكرة يعني والفلور كافر دائما بنفرده بنص وال live load قلنا المرة اللي فاتة بنفرده بواحد دائما بكتور محمد حسين عاي الخطوة التالتة training action افكرك كده بخطوة training action كنت بجيب فيها ال n phi وال n theta لو ده الدوم وده باشمعان السيكشن اللي فودة بنسميه crown فاقلتلك عند الكراون في الدوم الدوم العادي مش الدوم ال hub sphere كنا خدنا المرة اللي فاتت حالة خاصة حاجة اسمها hub sphere اللي هو دوم على شكل نص كورة احنا النهاردة بنتكلم عدو او القوانين اللي بقولها دي عدوم العادي في الكراون بنقولك ان ال n phi بتساوي ال n theta b r في ايه على اتنين وعلى فكرة القوانين دي مش هتعرف التنتجة من اللي فاتت لان داخل فيها limit نهايات وحباك كده ما لكش دعوة خليها بس تكون ايه محددين لو انا عندي دوم عادية وعايز اجيب ال n phi وال n theta عند الكراون ما تعوضش في دول اعوض في القانون ده على طول b r في ايه على اتنين لو عايز تجيب ال n phi وال n theta عند اي section تاني وليكن عند الفود ده او عند اي section تاني مش لازم الفود فلو انا عند اي section تاني بس تقدم القانون العادية بتاعت الدوم بقى ان ال n phi بتساوي w phi على اتنين b r sin phi و n phi زي n theta بتساوي b r في ايه فبالخطوة دي انا يعتار بشكل اساسي بجيب n phi و n theta بتاعت الدوم بعد الخطوة رقم 3 اللي يجيب n a section بابدأ اصمم فالخطوة رقم 4 design وكنت تلاقي المرة اللي فايت بقاعدة كده ان الدزاين مهما عملت فيه انت بتطلع في الاخر minimum 6.10 جميع الحديد المستخدم في الدوم minimum reinforcement 6.10 على المتر الطولي سواء بقى الحديد في اتجاه الرينج في اتجاه المريديان مسترق معي اخر خطوة reinforcement details وكنت تعلمتك المرة اللي فاتت ازاي نرسم تفاصيل التسليح بتاع الدوم كامل عادي خاطر حد عنده اي استفسار في السلايد دي حد عنده اي سؤال جماعة شو كامل عشوانيس اللي بقى تعاكمش بقى في السلايد الجاية ده بقى الجديد اللي جاية ده بقى الجديد اللي جاية ده بقى الجديد المسألة اللي معنا تعاكمش بقى الجديد بتاع رقم اثنين باعتبار ان اللي فاتت رقم واحد بيقول لك فورزا جيبن هول كورد باي رسي دوم شون اتسريد كالكولات اندرو انترنال فورزا دوم ده هو مطلوب بيجي دايمن ثابت وإلى كرسم الانفاي والاني سيتا بتاع الدوم كالكولات وهو كم يديني اصلا ان الارد تلاتين متر لو داني الارد تلاتين متر كده وشكت فانا هحل زي المسألة بتاع السيكشن اللي فات بالظبط هعتبر ان الدوم دوم كاملة مش بارتقف دوم دوم كامل عادي خالص وهكمل حل زي السيكشن اللي فات امال في المسألة دي ايه المختلفة كان مديني اصلا شكل الاليفيجان بتاع الدوم كان جبن كان بالمنظر ده ده الاليفيجان بتاع الدوم ما هواش دوم كامل دوم ناقص بارتقف دوم امال ايه اللي فوق ده طب ده ممكن نفهمه دلوقتي هنفهمه طب فوق في ايه يعني فوق الكلام ده ايه مفروض يعني ايه اللي خليها اضطر اعمل بارتقف دوم واعملها فتحة اكيد ايه شواندس انا قدامها اغطي الفتحة دي واكيد مش اسابها يا تغطية في الاخر فقال لك بنعمل اركز معي بنعمل هنا بستات وهنا بستات كده بستات يعني عمدان صغيرة وعلى فكرة ده ايه كاميرا وعلى فكرة ده ايه كاميرا يا كاميرا دقارية يا كاميرا مدورة فانا عشان اغطي الحتة اللي فاضية دي بعمل على الكاميرا المدورة دي ولاكن دي الكاميرا المدورة ايه في البلان باجي عند كل نقطة كده ست نقطة او سبعة نقطة على الكاميرا في البلان وقام جاي عامل بست في النقط دي هيبقى في بست تطلع لفوق فالو انت بسطنوا من الاليفيشن هيبلغ كده بست كده وبست كده فوق البست ده بقى بقى عمل تغطية للحتة دي لخمسة متر دول لان دول منهم للهوا طب بعمل تغطية ماذا اخلاق اعمل ازاي ممكن تعملها دوم ممكن تعملها كون ممكن تعملها ساقف سول سلاب لانت عايز بسطنوا الغالب عشان شكل الجمال بتعمل كون يعني الاخر البست ده كده والبست ده اخره كده بيبقى فيه كون فوق هنا كده الكون ده بقى بيقى ليه كاميرا راصية وكاميرا وفقية ليه حدودة كده فالمنظر ده كنا بناخده الساعة اللي فاتت كم مسألة كاملة يعني كنا بنقولها فيه دوم وفيه كون فوق ونقض نحل بقى فيه كون اللي فوق والدوم اللي تحت ونجيب الأحمال على البستات وكان موال بقى الساعة طبعا على ساعة الوقت فاحنا عملنا ايه هناخد البرت وقفدوه من اللي تحت ده بس والأحمال اللي جاية من كل الكلام اللي فوق ده هنددوه للجب فالراجل قطر خيره عمل ايه قالك الحمل اللي جاي من الكلام اللي فوق سواء البستات سواء كون اللي فوق ايه احمال موجودة فوق الكلام ده هندهه للجبن وده المنظر بتاعك 3D اديت دوم وده الستوانة اللي فوق فراغ يا ابني يعني المفروض ده منها للهوا الاحمال اللي جاي من فوق بقى جايه احمال موزعة على المتر الطول اللي هي هنا مركزة ده هتيجي مرسومة يا شباب هيجي لك الحمل كده مرسوم ويكتب لك كمتو كار بس خد بالك بقى ان الحمل اللي مرسوم كونسنتريتد في الاليفيشن ده هو اصله في السري دي موزع بالمنظر ده عشان كده كنت بقولك ان في حالة الحمل الكونسنتريتد اللي هي في الجدول هي اصلها حمل موزع على المتر الطولي هو هيكتبه لك هنا كونسنتريت كده بس وحدته ايه كيلو نيوتن لكل متر طولي طب الاحمال دي جايه من مين جايه من التغطية بتاعة الحتة الخمسة متر دي بل الخمسة متر دي مفروض فراغ من اكيد هغطيها فوقها فالتغطية اللي فوق مدياني اوزان الاوزان دي اما جبتها كحمل موزع على المتر الطولي تلعب بعسرة كيلو نيوتن على المتر الطولي فده اللي هو مدوني جيبن احمال وعشان الكتر صغار حسابه اللي هي حمل موزع حمل موزع لأ لسه اقول لك دلات حمل موزع ندك من عناصر فوق الدوم هتقول لي انت لسه ايه لي ان الكلام ده بيبقى ندك من بسطات والبسطات دي المفروض حمل مركز اقول لك من الحمل المركز ده انا وزعته على المتر الطولي يعني عملت ايه ولياكم مثلا كانوا خمس بسطات يعني مثلا عندي الشكل عامل كده الشكل ده قبل ما نحط الحمل موزع ثلاثة كان جاي عليه خمس بسطات يا حجازي لو ده سؤالك يعني ادي بسط اثنين ثلاثة اربعة خمس بسطات فمفروض انهم احمال مركزة زي كده ازاي تحاول اللي موزع في كل بسطات انا انبع راسة اتعامل مع الدوم غيرا ما يبقى الحمل ده موزع فانا طب سيطا في الحل ببسط الاحمال المركزة دي النفسي اخليهم حمل موزع ازاي بقى وليهم كل واحدة في دول كانت حملة عشرة كان لها بقى مش عشرة كان لها خمسة يعني كل بسط من دول مدين الريأكشن خمسة كم بسط هما خمس بسطات يعني في الاخر الحمل المركزة توتا الكام خمسة خمسة بخمسة وعشرين ده الحمل المركزة توتا طب عايز اجيبك حمل موزع على البرامط الخارجي ده اعمل ايه؟ عندي حمل مركز عايز اوزعه حاسم على مين؟ على المحيط صح فا احنا عملنا كده جبنا الخمسة وعشرين دي مثلا يعني واسمناها على محيط الداير اللي فيه ده ايه؟ جبنا لك الحمل الموزع كمتو عصرة كيلو نيوتن عم متر التين فانت بتشغيل في المغرب واجبني ايه؟ تمام؟ تمام هو كان جاي مركز فعلا بس احنا حولنا الحمل موزع فيبقى مشمواندس في الاخر خالص اللي عايز اقولولك ايه؟ بتنخدعش ان الحمل ده مركز لا ده الحمل ده كان اصله حمل موزع كمتو عشرة كيلو نيوتن عم متر التولي ناتج من ايه؟ ناتج من عناصر فوق الدوم بيغطوا الحتة دي طب هل في الامتحاني؟ الراجل كده بسهولة هيديه الحمل لجبن؟ لا ممكن في الامتحان يجيب لك البرت وقفدون كده وما يدكش الأحمال ده جبن وراكز في حتة دي كويس قوي يعني ممكن في الامتحان ما يدكش ده جبن خالص ولا يرسمه لك اصل فانت في الامتحان هتقول ايه؟ خلاص ما تدهونيش؟ بيبقى شكرا لا حتى لو هو ما تدهولكش فانت ساعدتك بتفرده يبقى لو جالك في الامتحان برت وقفدون زي ده كده اعرف ان الحمل المركز اللي جاي من فوق لازم ساعدتك تحسبه لنا لو هو مش جاي مقطع لو مش جبن زي ده كده لو مكنش جبن انت هتحسبه طب هنحسبه ازاي؟ بالاتفاقة بقى مع دكتور محمد حسين الحساب بتاع الحمل ده انك تفرد الحمل اللي جاي اللي من فوق خمت وخمسة كيلو نيوتن لكل متر مربع يعني تفرد ان الأحمال اللي جاي من فوق سواء اللي جاي من الكون او اللي جاي من البسطات اللي فوق كلها في الاخر انا هسياحها على المتر المربع تديني خمسة كيلو نيوتن على المتر المربع طب هل ساعدتك بتعرف تتعامل في الدوم مع أحمال جاي على المتر المربع من فوق كده؟ لا الحاجة الوحيدة اللي بتعرف تعان معها ان يبقى الحمل موزع على المتر التوني طب حد عنده فكرة الحمل اللي انا هفارضه ده خمسة كيلو نيوتن على المتر المربع يعني كل متر مربع من الدائرة اللي فوق ده ايه؟ عليها خمسة كيلو نيوتن بتعرف تحولي الحمل ده لحمل موزع كده؟ هحاولي اضرب في المساحة الاول هركزه وبعد ما ركزته قاسم على المحيط فده اللي انا هعمله فلو هو مش بدولك جبن انت هتفرد ان الحمل اللي جاي اللي من فوق خمسة كيلو نيوتن على المتر المربع طب وبعدين تقوله بقى ان عشان اجيب الحملة على المتر الطولي اللي انا بعرف هتعامل معاه بعمل ايه؟ زي ما انت قلت بتدرب الخمسة في المساحة اللي فوق ده ايه؟ فركزته وبعد ما ركزته بس مع المحيط جبته حمل موزع فهي خمسة في باي ار سكوير بحيث ان الار نص الكتر بتاع الدايرة اللي فوق مش اللي تحت اللي الحملة متوزع عليها هو هتنسى يبقى خمسة باي ار سمول تربيع على المحيط اللي هو اتنين باي ار لو اختصرت الكلام ده البي هتروح مع البي الار هيروح مع التربيع الخمسة على الاتنين باتنين ونص فيطلع لك في الاخر يا ابني لو هو مدهالك حملة على المتر المربع اضرب الحملة ده او اضرب اتنين ونص في الار تروح تجيب الدابيو على المتر الطول لانك كده كده هتفرض من الحملة خمسة كيل نقطة على المتر المربع يبقى هو لو مدنيش الاحمال دي خالص انا هفرضها باتنين ونص في الار اللي هي نص الكتر بتاع الدايرة اللي فوق وشكر وعرفتك القانون ده جيمنيه ان ضربت الاول في المساحة ركست وبعد كده اسمت على المحيط فباختصار يا ابني لو هو مش مدهك الاحمال ده ايه اللي هي الاحمال المركزة دي انت هتفرضها باتنين ونص مضروبة في الكتر او في نص الكتر اللي فوق اتنين ونص في الار حد عنده اي سؤال يا جماعة دي في الحتة دي حد نشفهم ده يا جماعة طيب تعال يا شواندس بقى فلاصل انا فنت يعني ايه حمل موزع وليه هو هنا رسم المركز لانه هو مديني وحدته عشر كيل نتع متر الطولي وعايزين بقى نبدأ نحل المسألة بتاعتك تعال يا شواندس ايه المسألة بتاعتك ايه عايزين نبدأ نحل في اول خطوة انا مش اقول اي جديد بقى ركز معي بموضوع سهل اول خطوة الكونكريت دايمند زاد اللي اوت انا هرسم المنظر ده بس ستو دي يعني على قد كده بارتو اف دوم زي اللي احنا كنا بنرسمه زمان وتعال يا شواندس مبدئيا اقول لك قاعدة لازم ساعتك تمشي عليها بعد ازنك لو عندك بارتو اف دوم فتكر الكلمة دي الحل بتاع البرتو اف دوم انك تحسب الايه مشكلتي كلها في البرتو اف دوم ان ساعتك تعرف تحسب الايه اللي هو نص القطر اللي برسم به الدايرة دي صعبة شوية في حسابها احنا هنحسابها مرة واحدة وساعتك هتمشي على نفس الخطوات دي كل ما يجيلك بارتو اف دوم فها خطوات امشي معاها خطوة خطوة هتفهمها في الاخر يبقى لك مشكلتي في الكلام ده نحسب الايه فتاعك هنكتب الحاجات اللي عندنا البرتو اف دوم ده ارتفاعه خمسة متر مانشي منها بقى لو رسمت لك سنتر لاين فالبعد اللي فوق اتنه ونص نص الخمسة والبعد اللي تحت خمستاشر اللي هو نص التلاتين انا بقول لي مشكلتي بقى ان ازاي احسب الايه اللي هي المسافة دي او هي المسافة دي ما هي الايه هي اي نقطة من السنتر لاين من السنتر بتاعك لحد القوس اللي انت بترسمه انت هتفتح البرجل بنص قطر ايه وترسم كده فاي مسافة من اي نقطة على المنحنة لحد السنتر اسمها ايه طب احسب الايه دي ازاي بقى مشكلتي في البرتو ابدو من نحسب الايه ركز معاي هافرد المسافة ده هيزد الخطوات دي سابتة بقى هافرد ان المسافة دي اسمها زد بقى عندي دلوقتي اتنين مجهول الايه والزد وتعال نشتغل في اول مسلس اللي هو المسلس اللي تهشر قدامك ده المسلس ده خلي بالك انا الزد دي دي مجهول برضه طردته من عندي هيساعدني في الحل طب جوا المسلس ده عايز اجيب علاقة من الايه ومن الزد اجيبها ازاي مسلس يا ابني قائم الزاوية فالفيزا غرثي يقولك ايه ايه تربيع بتساوي خمسة زائد زد كل تربيع زائد اتنين ونص تربيع فدي اول معادلة ان الايه تربيع بتساوي خمسة زائد زد كل تربيع زائد اتنين ونص تربيع من المسلس اللي متحشر قدامك ده ايه الزد دي يا ابني عامل مساعد مجهول لسه هجيبه هحسبه طب هفردته ليه مجهول زائده ليه هحتاجه في الحل هحتاجه عشان اعرف احسبه ايه لازم افرد ده في زد هتعرف تلوقتي ليه طب انا اشتغلت جوان المسلس ده واجبت معادلة فدي معادلة رقم واحد عايز اجيب معادلة كمان لانهم مجهولين هشتغل جوان المسلس اللي تحت اللي تحت المسلس اللي تحت ده ده ايه وده زد وده خمستاشر فقوله ان ايه تربيع بتساوي خمستاشر تربيع زائد زد تربيع فدي المعادلة التانية من المعادلة رقم واحد ومن معادلة رقم اثنين هعرف اجيب الاوز زد فانقولك يبقى باختصار في الدوم الناقص لازم احسب الاوز في البداية وده بتتجاب من المسلسين المتهشرين ده المسلس ده والمسلس التاني اللي هو كان كبير ده بس عشان التهشير على التهشير فمش باين يعني فجبت معادلتين في المجهولين خلاص بق حل المعادلتين من معادلة رقم واحد ومعادلة رقم اثنين هشيل ايه تربيع اللي فوق وحط مكانها زد التربيع زق 15 تربيع يبقى زد التربيع زق 15 تربيع بيساوي المعادلة دي الزد هي اللي بقت مجهولة بس هتروها تحلها تجيب الزد تطلب عاجل الزد في 19 بوينت 375 هستخدم الزد دي بايه ولا اي حاجة غير في انك هتعوض في معادلة من الاتين دول بقيمة الزد تجيب الايه فهي الزد دي انا فرضها بس عشان اعرف اتصرف وانا بحيد للمسلسين بس انما هي لا مجهول ولا محتاجة بعد كده في الحل بحاجة ولا اي حاجة تي الطريقة اللي باعرف احسب بيها الايه اللي هو نص القطر بتاع البارت وقفدوم دايما هتمش بيها طريقة سابتة هتاخد الزد دي وتعوض في المعادلة رقم واحد او اتنين براحتك انا عوضت في المعادلة رقم اتنين عن الزد بقيمتها تطلعت الايه انا كده خلصت على فكرة ليه؟ خلاص اللي جاي زي اللي فاب بالزبط ايه المشكلة كلها في حساب الايه طب تعالى نكمل بقى هرسم هرسم البارت وقفدوم كشكل بقى 2 دي كده محترم يبقى يلي الحاجات اللي انا عايز احسبها مبدئيا ار كابيتل ب 15 متر ار سمول ب 2 ونص الكلام ده بقى مش جديد اهو الواي ب 5 وبعد كده الايه ده هي؟ سبحان الله جايبها ب 24 ونص هسيبها اصلا وعايز اجيب اول زاوية اركز معي بقى عايز اجيب الزاوية دي احنا دايما تعاملنا مع الزاوية المحصورة ما بين الخط الواصل للسيكشن لان كمان شوية اخد سيكشن اهو اصممه فانا بعلقك مرة واحدة بتعودش بقى تير استحس بمية مرة في الكونكريت دايمنشن جاهز الزاوية بالمرة فشكل زي البارت وقفدوم ده بجهزنه زاويتين زاوية عند السيكشن ده وزاوية عند السيكشن ده تعالى نحسب اول زاوية اللي هي الزاوية رقم فاي واحد فاي واحد فاي واحد دي حد يعرف يقولي بكام الزاوية دي حد جاهز يقولي بكام اه صين فاي واحد بتساوي عال ايه؟ من المسلس ده فيبقى فاي واحد بتساوي صين مينس ون عال ايه؟ عندك الار وعندك الايه؟ لسه غيبها خلاص صين مينس ون اتنين ونص على اربعة عشر ونص يطلع معاك اول زاوية بخمس درجات خمسة وتعمانين من مين طب عايز اجيب زاوية تانية؟ اه في زاوية كمان اعايز احسبها معلش الزاوية دي بص كده برضو المسافة دي ايه؟ وانا عايز احسب الزاوية دي خدت ملك دايما باحسب الزاوية من الخط لحد el centre line فالزاوية دي كلها حيسميها PHY-2 لان الزاوية بتاعة اي section هي الزاوية المحصورة من الخط الواصل للsection لحد unt فانت بالمرة بتجيب الزاوية PHY-2 دي هي الزاوية المحصورة بين الخط اللي تحت ده وهي بين einru فدي اسمها PHY-2 طب PHY-2 بكامل بص كده تعرف تجيبها برضو عفك من المسلس ده صين مينس ون ار كابتل على ايه المرات من المسلس الصغير ده في اتنين دي كلها صين مينس ون خمستاشر على ايه فموضوع مصعب يبقى صين مينس ون ار على ايه صين مينس ون خمستاشر على اربعة وشوية نص يطلع معاجز زاوية التانية دي بسبعة وتلاتين خمسة وسبعين من مي بالمرة وانت في الكونكريت دايمنش نحصل بالزوام بعد كده انا خلصت يا ابن اللي جاي ايه بقى التي اس واحد والتي اس اتنين تي اس اتنين بكام مية واربعين سابتة والتي اس واحد فوق بمية ودي اللي بنشتغل بيها في كل حاجة في الديزاين في اللود اي حاجة تي اس واحد تي اس اتنين دي مبتزهرش معايا غير وانا بصمم المومنت اللي عندي مين اللي عندي الركايز دي وبالمناسبة تي اس اتنين دي ماشي من اللي فين بتمشي على مسابة اسمها اكس طب الاجس دي بكام خدناها المرة اللي فاتت ستة من عشرة جزر ال ايه في ال تي اس واحد وبيقلش عن متر في الامتحان اكتب القانون وكتب ان الاجس بمتر من غير ما اتعوض نص هي اكس بمتر في الاخر انا عوضت ال ايدي على فكرة باربعة وشرون ونص معلش بشتوانة تشار سبوة سبعة وشتر من مية دي اربعة وشرون ونص طب الاخر ان ال اكس هيقل من متر خدتها بمتر يبقى الرقم دي يا شباب باربعة وعشرون ونص اللي هي الايه اللي عندنا بعد ما جبت ال اكس تعال نسمي الكاميرات اللي في فوق دي الكاميرا اللي في فوق دي نسميها فيرتيكال بيم وقلت لجبت ال فيرتكال بيم دايما افردها خمسة وعشرين في ستين تين ستوانة وخمسين في ستة مية عادي ودي هوروزونتال بيم طول ما انت دوم عادي او بركوف دوم عادي يعني ايه دوم عادي وبرتوف دوم عادي يعني ما هواش هابس فير ما هواش نص كرة طول ما انت دوم عادي كده تبقى انت عم احتاج فيرتكال بيم وهوروزونتال بيم ولو buzzingwort وخمسين في سبعمية طب لو انت هافز فير هل الركايز بتاعتك بتفرق آه هنعرف كمان شوية دي كاميرا من دول مش منحتاجها في الهافز فير طب كنا منجيب ايه كمان كنا منجيب عدد العمدان بالمرة فالنمبر اوف كولم بيساوي المحيط بتاعت الدايرة اللي تحت لان في الاخر خالص الشكل اللي ده توتل من تحت هيتشارع العمدان فقدت بقولك ان عدد العمدان بيساوي المحيط بتاعت الدايرة اللي تحت عمدان اربعة الستة والمفروض ان الارقام دي محدود بيها بارقام معينة لحيس ان انا اعرف خش الجدول اللي بيجيب لي بتاعت البرتكال بيم اللي هو جدول صفحة 69 في المانوال كان ده ايه مش جديد عليك اتنا ونقبل كده طيب اتنين باي ار اتنين باي في الار سمول الار كابتل اسف اللي هي بتاعت الدايرة اللي تحت اللي هي خمستاشر عمدان اربعة الستة يطلع لي ارقام من خمستاشر لحد ده عشرين وشوية والارقام دي لو انت ادخلت الجدول اللي هو صفحة 69 هتلاقي ان الجدول ده اخرج تخش بعدد عمدان اتناشر عمود طب اعمل ايه بقى في الامتحان لو حاجة زي كده وانا عارف ان هو محتاج بعد كده اللي سترينينج اكشن على الكاميرا الرقاصية دي فانا عارف انها كده كده الزامي هخش الجدول فالك خلاص لو هي طلعت حتى رقم اكبر من اتناشر فاحنا انا اخدها باتناشر حتى نعرف تخش الجدول هتقول لي طبعا المسافات كده زادت عن ستة متر اقول لك خلاص اعمل ايه غصبة عننا لان مش هتعرف تخش الجدول غير برقم اتناشر ده الجدول اللي معاك في المانوال اخبر اتناشر عمود فانت لو حتى العمدان تلعت اكبر من اتناشر اخدها باتناشر صعب ده يا جماعة على فكرة مقولتش اي حاجة جديدة غير حساب الايه بس الباقي كله قديد حتى عنده ايه اعتراض يبقى ده خطوة رقم واحد الخطوة التانية بس وانترس حساب اللود حساب الاحمال والاحمال برضو وفيش ايه جديد بحس بحملين الديد لود وليف لود الديد لود بيساوي جماعة كونكريت بتي اس واحد دايما زائد الفلور كفر التي اس واحد انا فرطها بميت ميلي يعني واحد من عشر الجماعة كونكريت بخمسة وعشرين طب الفلور كفر بكام الفلور كفر دايما لو مش بدهولك افرده بنصف كيلو نيوتن عم متر مربع في ساعتك هتعود هيتطلع معاك ده دايما بتلاتة كيلو نيوتن عم متر مربع والرقم ده على فكرة ثابت لان الفلور كفر انت بتفرده والتي اس واحد انت بتفردها فالرقم ده ثابت دايما واللايف لود انتفقنا مرة اللي فاتت ان اللايف لود ان احنا نفرده دايما في الامتحان بواحد كيلو نيوتن عم متر مربع وبكده خلصت الخطوة رقم اثنين الخطوة الثالثة اللي هي حساب الفاي والن سيتا من هنا بقى تبدأ تركز لان ممكن في الامتحان يجب لك مسألة زي دي ويقول لك احسب الفاي والن سيتا فقط احسب الفاي والن سيتا فقط احسب الفاي والن سيتا فتعان شوف بنحسبها ازاي انا عندي بارت وفدوم اللي هو البرت وفدوم ده بالابعاد دي وعندي عليه احمال حمل ميت بتلاتة وحمل حي قيمته واحد وعندي حمل مركز قيمته عسرة ما تنساش الحمل مركز يبقى غلطان في الامتحان انك هتنسى الحمل مركز اصلا لانه مش هيدولك جيفن فانت متصربع في الامتحان فهتنسى ان فيه هنا حمل مركز طب لما مش بدوني جيفن بقى عمل ايه بضرب اثنين ونص في الار لانه ما اخدنا الاسلايد القابل اللي فاتت واحط الحمل المركز ده كنتوا كام اثنين ونص في نص القطر اللي فوق انا عايز في الاخر احسد الان فاي والان سيتا للمنظر ده لو كانت دوم كامل كنت باخد سيكشانين سيكشان في الكراون وسيكشان في الفوتنج ده برضو اوف دوم برضو باخد سيكشانين سيكشان في البداية خالص اللي هي عند بداية الفتحة وسيكشان عند الفوتنج بس اخد بالك بقى ان السيكشان اللي فوق ده ما هواش كراون ما سموهش كراون الكراون هو السيكشان بتاع الدوم الكامل اللي في النص تماما يعني لو ده كان دوم كامل كده فالسيكشان اللي في النص بالزبط هنا ده اللي بسميه كراون امال البرتو اوف دوم لو خدت سيكشان هنا ده ما سموهش كراون بس هناخده فعلا لو ده السيكشان ده لاننا محتاجينه عشان هنحسابه الفي والن سيتا. بس ما ينطبخش عليه قوانين الكراون. ان الكراون ده الواحده اصلا ليه قوانين بيه قرفي اعلى الاثنين. ان في ون سيتا ما نتساويين فيه. انما هنا لا ده مش كراون. فتعالا كده باش مهندس نشوفه بأول حاجة. انا عايز ارسم ان فاي ون سيتا في الاخر. ده اللي عايز اجيبه. فتعالا نتكلم على اول سيكشن اللي سيكشن رقم واحد. وده مش كراون. وطالما اي سيكشن عندك مواجه كراون في الدوم. فساعدتك بتجاهز لنفسك او بتجيب الان فاي والن سيتا بتالت خطوات. ركز معا بقى. اول خطوة. بحسب حاجة اسمها الفاي والار بتوع سيكشن رقم واحد. بسميهم فاي واحد وار واحد. موضوع بسيط يعني. تعريف الار ايه ده دايما. الار دايما كتعريف. هي المسافة الافقية من السيكشن لحد السنتر لاي. فالار بتاع السيكشن رقم واحد. هي المسافة الافقية من السيكشن رقم واحد لحد هن. بتكام دي يا ريس؟ باتنين ونصف. ما هي نص القطر بتاع الدائرة اللي الفوق. فالدائرة اللي فوق كلها خمسة. فنص القطر لاتنين ونص. فقار واحد دي خلصانين منها. طب حد يعرف يقول لي فاي واحد بكام. جيبناها قبل كده اصلا ولا حسبناهاش. فاي واحد دي حسبناها بكام ايه او لا? يا جماعة. سبناها في الاصلاد اللي حسبت وحنا بنجيب اللي. او احنا بنحسب الكونكريت دايمينشن. حسبنا فاي واحد. قد تلعب معنا بخمسة خمسة وتمانين من مية. افكرك بيها ايه يا فاي واحد. هي الزاوية المحصورة ما بين. الخط الواصل من السنتر لاين لحد السيكشن اللي انت عايزه. والسنتر لاين ذات نفسه. الزاوية دي اسمها فاي واحد. ففاي واحد دي نحسبة قبل كده. قد تطلعب معنا بخمسة خمسة وتمانين من مية. من السلايد اللي فاتت. وار واحد هي المسافة الافقية ده ايه? باثنين ونصف. شكرا. نبقى كده جاهزت الاول سيكشن فاي واحد وار واحد. الخطوة الثانية. بجهز دابيو فاي وبي ار. وعشان هو سيكشن رقم واحد. بسميها دابيو فاي واحد وبي ار واحد. سؤال لي ايه بقى? السيكشن رقم واحد ده? ده او كده. وانا بحسب له الدابيو فاي. هل في فوق اي احمال تديني دابيو فاي? يعني هل اديت لوت ده? واللايب لوت ده او. بيقصروا على السيكشن ده من فوقه ولا من فوقه فراغ. مفيش حاجة اصلا فويه. اه. ده فوق السيكشن ده باس مهاندس. مفيش ديت لوت ولايب لوت. ديت لوت ولايب لوت دول بيقصروا على الدوم ذات نفسه. امال السيكشن رقم واحد ده. هيحس باحمال ايه? هيحس باحمال التغطية اللي فوق. طب التغطية اللي فوق دي. اوزالها في الاخر. انا حولتها لإيه? حولتها لحمل مركز. يعني اللي عايز اقولها باس مهاندس. ان السيكشن رقم واحد ده. مش هيحس باي احمال غير الاحمال اللي جاية من التغطية اللي فوق اللي هي العشرة كيلو نيوتن عم متر الطول. وبالتالي وانت بتحسب دابيو فاي واحد. القانون بتاعت هو تحويل الحمل المركز للدابيو فاي. افتح الجدول. الاولانية خالص. افتح الجدول. هتلاقي ايه لك? الدابيو فاي بتساوي الحمل المركز في اتنين باي ار. اهو يا راي. وده جي منين ده? جي من الجدول اللي انت مفروض حفظه. ان عشان احول الحمل المركز ده. لدابيو فاي بضرب في اتنين باي ار. طب والديد لود واللايف لود يا عشتو عنده. ما بيأثروش على السيكشن رقم واحد? لا. لان احمال الدوم سواء الديد لود واللايف لود بتأثر على السيكشن اللي تحت. مش اللي فوق. الدوم ده شايل نفسه. وشايل لايف لود. وبيأثر على السيكشن اللي تحت ايه. السيكشن اللي فوقه مش حاسس بوزن الدوم اصلا. ما فيهش وزن الدوم فوق ايه. بقى الدابيو فاي واحد بتساوي اف في اتنين باي ار. عارب ده معناه ايه? ان لو ما كانش فيه الاف كده. كان يبقى الدابيو فاي بصفر. وده مش تحيل احسا في الامتحان. لان الاف دي غزب عني وعنك موجودة. وحتى لو هوا مش متدهالك بنفرضها زي معلمك. طب تعاني كامل يلا. خطب. امش فهم ازاي سيكشن في الدوم. وما يحستش من احمال دوم. يعني بصف يا رأي. لو ده دوم كامل كده. ماشي معي? هيا معك امدوس. سيكشن هنا في الدوم او. السيكشن ده هيبقى حاسس بالاوزان اللي فوقيه. وقلت لك اي سيكشن في الدوم على الشمال اللي هو هو اللي على اليمين ده لان الدوم دايرة. فالاوزان اللي فوقيه ده هي? هي اللي بتأثر عليه. عندك مشكلة? لا تمام. تمام? طب لو الحتة دي فراغ. يعني مفيش اصلا دوم. يبقى السيكشن ده. عليه اوزان من الدوم ولا لا? لا تمام معلوش. لا. يبقى هي دي اللي هنا. انا الدوم ذا في نفسه. الحتة دي اصلا اللي فوقيه ده هي فراغ. ما بيش دوم. يبقى السيكشن رقم واحد ده. معلوش لا ديت بلود ولا لاي بلود. لانه ماسك في فراغ اصلا. اما الاوزان اللي بتأثر عليه ايه? هي الاوزان اللي جامل التفتيل اللي هوي. طعم. طعم كده? انا تمام. بيبقى الدبيو فاي واحد دي ما قلت لك هي F في اتنين باي ار. ما ده ده وسيط خالص. F بكام? بعصر. ايه ده باش مهندس مش هنركزها? لا يراي. القانون ده اصلا بيتعامل مع الحمل الموزع. ده القانون ده اصلا بيحول الحمل الموزع على الحمل المركز. لو ده خدت بالك. ليه? بص كده ركز معي. لو ده هذا المنظر بتاع الدوم اللي كان مرسوم من شوية. وكان هنا في حمل موزع. على الدايرة اللي فوق دي. تعريفة دبيو فاي ايه? هي الحمل او هي تركيز الاحمال اللي فوق السكشن. السكشن رقم واحد. فوق اي. ده السكشن رقم فاعمل ايه? حمل موزع على المحيط. هاضرب في المحيط. فالعشرة دي. هاضربة في محيط الدايرة اللي فوق. احولها الحمل المركز واسميه دبيو فاي. يبقى الدبيو فاي هو تركيز الحمل الموزع. تخد بالك بقى من الحتة اللي جاي دي. يبقى الارض يا باش مهندس. الزامي علي وعليك. هي نص الكتر بتاع الدايرة اللي فوق. ليه? لان الحمل الموزع ده بيتنطط. هو موجود على الدايرة اللي فوق. لو انت عايز تركيزه. تضرب في محيط الدايرة اللي فوق. فالارض يا باش مهندس. ستل كل المسألة. اما اجا حول. ركز في الحتة دي قوي. اما اجا حول الحمل الموزع اللي هو الاف. الحمل مركز في هاضراوه في المحيط. سواء كان هنا او تحت. مش فارق معي. كده كده انا بركز الحمل اللي موزع على الدايرة اللي فوق. فدايما الارض هي هي نص كتر الدايرة اللي بيأثر عليها قوة F. وهي دايما نص كتر الدايرة اللي فوق. لان القوة F بتأثر على الدايرة اللي فوق. لو جيت عوقت. فتلاقي كم ده بيساوي. عشرة في اتنين في باي. في الار. الار دي باتنين ونص دايما. نص كتر الدايرة اللي فوق. بس سؤال يا شمهندس. اشارات ال W5 كام. ساعتك هتحط ايدك عند الستكشن رقم واحد. حط ايدك كده. شوف السهم اللي جاي من فوق ده. اللي هو بتاع الاحمال المركزة دي. السهم ده. بيضغط في ايدك ولا بيشد. لو حطيت ايدك هتلاقي السهم بيضغط في ايدك. وطبعها بيضغط على ايدك كيبقى الاشارة سالبة. فوق عتلت الزرف ده بسالب واحد. كيبقى القانون جيبته من الجدول. الاشارة جيبتها من الستكشن اللي فات. حطيت ايدي عند الستكشن ده. لقيت ان القوة دي بتضغط على ايدي فطربت بسالب واحد. تعالي نعوض. الكلام ده بيساوي عشرة. في اتنين. في باي. في الارض اللي دايما بتنونص. اللي يحول لك الحمل المغزع ده. لحمل مركز انك تضغط في محيط الدايرة اللي فوق بقاكت تاني. فهيبقى الارض دايما في كل المسألة بتنونص. في سالب واحد. هتحسب يا رئيس اتطلع معاك بسالب مية سبعة وخمسين واحد من عشرة كيلو نيوتن. حمل مركز. لحد دلوقتي اي مشكلة يا شباب? هتطلع معاك بسالب حالة. عايزة احسب البي ار. هو تعريف الدابيو فاي هي تركيز القوة اللي فوق السكشن. هي مشكلة? فده بيوفاية تركيز القوة اللي فوق السكشن. فعشان كده ان تقلت لك السكشن رقم واحد مش شايل دلود ومش شايل لايب لود. لان مافيش فوق اي اصلا. دلود ولايب لود. مافيش حاجة فوق اي. تعريف بقى البي ار مختلف. البي ار هو تحليل القوة اللي عند السكشن. مش اللي فوق اي. فانت السكشن رقم واحد ده عنده فيه دلود. بس مش فوق ايه. مش فوق ايه. هي عنده. من بداية السكشن رقم واحد. بدأ فيه دلود. وفيه لايف لود. وفيه حمل مراكمة. يعني البي ار هتاخد تأثير التلاث قوة. الجي والبي والحمل المراكمة. لانت عارف البي ار هو تحليل القوة اللي عند السكشن. انما تعريف البي ايه. تركيز القوة اللي جاية فوق السكشن. فوق ايه. حتى عنده ايه شوال. بيبقى البي ار يا شواندس. هاخد تأثير الديد لود واللايف لود. امالت انت تأثير الحمل المركز. لو ساعدتك فتحت الجدول. هتلاقي ان في خانز الحمل المركز. الدبيو فاي. بف في اتنين باي ار. والبي ار بصفر. يعني البي ار الناتجة من الحمل المركز اصلا بصفر. يبقى جي في خوزين. وطالما شغلت السكشن رقم واحد كل حاجة اسمها واحد. يبقى فاي واحد. زائد البي كوزين تربيع فاي واحد. انا مخلص. الكلام ده اساسا. حاسبه قبل كده. جي حاسبها. والبي حاسبها. والفاي مجهزها. ناقصني بس وهو هتنسى في الامتحان. ناقصني الاشارة اللي هنا بكام سالب ولا موجب. طب اشارات البي ار بجيبها ازاي. بشوف الاحمال اللي بديديني بي ار تركزها داخل المركز والله طالع من المركز. طب الاحمال اللي بديديني بي ار مين? الجي والبي. سواء الجي او البي فالاحمال بتاعتهم بتأثر من فوق لتحت. يعني لو عايزين نرسمهم كإنديكيشن هم عاملين كده. احمالهم كلها بتأثر من فوق لتحت. السهم بتاع الحملة داخل المركز بتاعتهم والله طالع من المركز. ده داخل اوه. يبقى الكلام ده يندرف في سلب واحد. بالله عليك اوه هتنسى الاشارات. بش مهندس انا مش مجتنع بالقانون بتاع البي ار ده. انا ازاي عوض بجيد لود ولايف لود وفوقه فراغ اصلي. لا انا عرفتك اوه. البي ار ما بتعتمدش عالقوة اللي فوقيك. القوة اللي جاي من فوق. البي ار بتعتمد عالقوة اللي جاي عند السكشور. يعني عند السكشور رقم واحد. بدأت يبقى فيه لود. انت بعد ما تمشي السكشور رقم واحد ده بملي واحد بس. هيبقى في لود. قيمته كام? اللي هو جامع في الملي بتاعك ده. اللي هي جامع قريب في التي اس. وبعده يعني بيأثر عليه. ما هو من بدايته في حمل. ومدرس عند السكشور رقم واحد ده. من بداية السكشور رقم واحد ده. في حمل لود. من بدايته. ما هو السكشور رقم واحد ده فيه. في خرصانك. فمن بدايته فيه ديد لوت. فالحمل ديد لوت ده بيأثر من هنا لحد آخر الدول. انما مش فوق. مفيش حاجة من فوق. عشان كده قلت لك ان الدابيو فاي. الحمل اللي جاي ليه من فوق. اللي بيأثر على ديد لوت ده. مش موجود اصلا. موجود ديد لوت وليف لوت. قمال البي ار. اي احمال بدقة. سواء كان بدقة او موجودة. عند ديد لوت رقم واحد. بحللها. فجد عند السيكشور رقم واحد. اه ده فيه ديد لوت بس مش من فوقي. بادئ من عند. فيه لايف لوت مش جاي من فوقي. ده بادئ من عند. فبنحللهم. يبقى جي كوزين ودي كوزين تربيع. طب والاف. البي ار بتاعتها بصفر. تفرق بقى الدابيو فاي. القوة النتجة من فوق. اللي جاي من العناصر او من الحاجات اللي فوق السيكشور رقم واحد. البي ار. القوة او تحليل القوة اللي عند السيكشن. اللي موجودة عند السيكشن. سواكة القوة دي بدقة من عند السيكشن. او جاية من فوق. نشترك معي. تمام? ترايش. تعال انا اعود بقى. اشجيب تلاتة. الفاي واحد بخمسة خمسة وتمانين. البي بواحد. الفاي بخمسة خمسة وتمانين لسه في واحد. في سالب واحد يطلب عاية الكلام ده. بسالب تلاتة سبعة وتسعين من مية. انا كده خلصت. جبت دابيو فاي وجبت بي ار. الخطوة التالتة. اي سيكشن. غير الكراون. بمشي التالة بخطوات. اجيب فاي و ار. بتوع السيكشن في الدوم. اجيب دابيو فاي و بي ار. واخر حاجة اجيب ان فاي. وان سيطر. فبقى كده خلصت. كل اللي بقامله واقع بعض في القوانين. فان فاي واحد بتساوي. دابيو فاي واحد. هسيبها. على اثنين باي. ار واحد. عندي. صين. فاي واحد. عندي. عاوض يا ابني في القانون. يطلع معاك بسالب تمانية وتسعين واثنجر من مية. تروح تنسيمها هنا على طول. عند السيكشن رقم واحد. ان فاي. بالسالب. يعني هامشي يمين. كمتو تمانية وتسعين واثنجر من مية. وشكرا. اللي بعدها ان سيتا. بالقانون الثاني. ان فاي واحد زاد. ان سيتا واحد. بتساوي. بي ار واحد. في ايه? كل حاجة عندك. ان فاي واحد عندك. تعوض عنها بالإشارة بتاعتها. بي ار واحد عندك. عوض عنها بالإشارة. هيطلع ان سيتا واحد. بخمسة وتمانين من مية. بي اشارتها ايه? موجبة. عادي بتطلع موجبة. معدي مشكلة. بس ان ماجه ارسمها ارسمها صح. ان سيتا عند السيكشن رقم واحد فوق بالموجة. بيعني هامشي عاش مال. وقيمة خمسة وتمانين من مية. يبقى كده يا بشفاندس. رسمت الان فاي والان سيتا عند السيكشن رقم واحد اللي هو فوق ده. عايز اكمل رسمة. فلازم تستنتج الان فاي والان سيتا عند السيكشن اللي تحت. اللي هو الفوتنج. طالما فوتنج. ما هواش كراون. طالما اي سيكشن. جريك كراون. بمشي تلات خطوات بتوعني. اول خطوة هجيب الفاي واحد الفاي اتنين والار اتنين. طب فاي اتنين هي مين? هي الزاوية المحصورة ما بين الخط الواصل من السنتر لحد السكشن وما بين المحور ده. فانا ههوصل خط كده. وهقول ان الزاوية دي اسمها فاي اتنين. جبتها قبل كده اقول لا. اه جبتها في الكونكريت دايمنشن. وفاي اتنين دي بالمناسبة لو عايز تجيبها تاني يعني براحتك. هي في المسلس ده. فاي اتنين بتساوي ساي مينس ون. ار كابيتل على ايه. فجبتها قبل كده اصلا بسامعة وتلاتين وخمسة وسبعين من مية. طب ار اتنين هي المسافة الافقية من عند السكشن لحد المحور في المسافة دي. في كان بقى الار كابيتل بخمستاشر. ار اتنين بخمستاشر متر. سمتها ار اتنين سمول مش مشكلة يا ابن. هي تسميها اسمول افضل. لان خطوات الان فاي والانس هجم بتطلق بطش. سميها ار اسمول اتنين. طب خلصت كده. فاي اتنين وار اتنين. اللي بعدها على طول مين? دابيو فاي و بي ار. بس دي دابيو فاي اتنين و بي ار اتنين معلش. عدلها بقى دابيو فاي اتنين. و بي ار اتنين. انه في السكشن رقم اتنين. اسأل بس عادتك سؤال. دابيو فاي اتنين دي. ليه عند السكشن ده? داخل فيها كم حمل? دابيو فاي اتنين. داخل فيها كم حمل? هاخد تأثير كم حمل عندها? او كله بيقصر فوقها بقى. بالضبط. انا عندي ديت له بيقصر فوقها. واللايف له بيقصر من فوقها. و الاف كمان بتأثير من فوقها. كل ده هيجي هنا في الاخر. فيبقى دابيو فاي اتنين قانون كبير بقى. اف في اتنين باي ار. بامسك كل حمل. وحاول دابيو فاي بقانونة وحفظها لك. فاف في اتنين باي ار زائد. الجي في السيرفز اريا زائد. البي في الوريزونتال اريا. طب حد يعرف يقول لي. الار ده هيب كم? اللي هي اف في اتنين باي ار. الار دي بكام بقى? برضو باتنين ونص. اخد بالك بقى. اوة حد يعوض عن الار دي بخمستاشر. انا بحول الاف لحمل مركز. طب الاف دي بتأثر فين اصلا? دي بتأثر فوق. هي بتأثر حمل موزع على الدايرة اللي فوق. فالارض كما قلت لك سابتة لكل المسألة. باتنين ونص. لان هي دي اللي بتحول الحمل المركز. او الحمل الموزع على الحمل المركز. فالارض باتنين ونص دايما. توقع تنسى بقى. طب السيرفيس اريا بكام? دابرت اف دوم. فانا محفظوا لي بقى السيرفيس اريا بتاعته بكام? باتنين باي اي واي. اتنين باي. والاي عندك? والواي عندك بخمسة. يطلع معايا الكلام ده. بسبعة مية تسعة وستين وسبعة من عشرة. على فكرة دابيو فاي اتنين. انا عايز اجيب اشهرتها. انا دارت في السلب واحد او. جيبت السلب واحد ده منين. بكل بساطة. حطيت ايدي عند السيكشن رقم اتنين ده. لو حطيت ايدي كده هتلاقي ان جميع الاحمال اللي فوقك من فوق لتحت. فالسهم بتاعك بيدغط على ايدك. فيبقى في سلب واحد. اوها هتنسى الاشهار. جيبت السيرفيس اريا. طب والاوروزونت الاريا. تقبارت اوف دوم. فالدايرة الكبيرة انا اقصت الصغير. فيطلع معاك 687.222 متر مربع. كده على فكرة انا جايزت كل حاجة انا ممكن اطلع فوق عوض. عشرة في اتنين فباي. خدت بالك الار باتنين ونصف. لان دي الار اللي بتأثر عليها الاف. الجيب تلاتة السيرفيس اريا حسبتها. البي بواحد. والهوروزونت الاريا حسبتها. في سلب واحد يطلع الرقم ده معاك. بسالب تلات تلاس. مية تلاتة وخمسين واربعة من عشرة. وحدته الكيلونيوتون. طب عايزة احسب البي ار. فالبي ار برضو مجموعة الاوزان كلها. لان البي ار تعرفها. هو الحمل اللي موجود عند السيكشن. فالبي ار بتاعك بيساوي جي كوزين فاي اتنين. لان جاهزة. زائد بي كوزين تربيع فاي اتنين. طب والاف في الاف يابني البي ار بتعيتها بصف. طب الاشارة. موجب ولا سالب. البي ار دايما. طالما بأول سيكشن كان بالسالب فهي بتاعي سيكشن بالسالب. لان ليه علاقة بالسهم رايح للمركز ولا طالع. والسهم دايما يبقى رايح للمركز. يعني دايما في المسألة الواحدة البي ار سابت. فده بسالب واحد. جميع الاحمال بتأثر من فوق لتحت. فيبقى داخل المركز يبقى بسالب واحد. عوض. الجيب تلاتة. الفاي اتنين بسبعة وتلاتين خمسة وسبعين. البي بواحد. وفاي اتنين بسبعة وتلاتين خمسة وسبعين. في سالب واحد يطلع معاك بسالب تلاتة كيلو نيوترن عن متر مربع. طب ايك يا خلاص. لا اناقصك بقى انك تحسب. الان فاي والان سيتا. ان فاي اتنين وان سيتا اتنين. من القوانين كل حاجة عندك هتعوض كل حاجة عندك. هتطلع ان فاي اتنين بسالب اربعة وخمسين. كيلو نيوترن لكل متر متر تولي. هتشيل كلمة كيلو نيوترن دي. وهتعوض في القانون الثاني. قامل معاوض في قانون الثاني عن السماء. عند السكشل رقم اتنين. الان فاي بالسالب. يعني همشي يمين. وقمتها اربعة وخمسين خمسة وستين. يعني هيقل من القمال اللي فوق دي. وقمتها اربعة وخمسين خمسة وستين. اوصل بقى بكيرف دايما. وانشارته سالبة. دايما الدوم بوصل بكيرف. طب عايز اجيب الان سيتا القانون الثاني. هتعوض. هتطلع معاك ان الان سيتا بسالب 18. يعني الان سيتا عند السكشل رقم اتنين. موجبة. فسالبة آسف فهتمشي يمين. وقمتها 18.85. وطلع ما تفدون فبوصل بكيرف. اي شكل كيرف كده. فوق موجب وتحت سالب. وبكده ساعتها بخلصت. اللي استيرين انجا اكشن عبدون. حد عنده اي سؤال يا جماعة؟ حسنا نكمل كده. كده خلصت اول مطلوب. المطلوب الثاني عايز يحسب. اللوتس بس انا هكمل الصراحة. مش هحسب اللوتس باللوقتي. انا هكمل اكنا مسألة كاملة. وعايز يعمل design. كمان. انا عايز يكمل هو اعمل design. ده اللي احنا جبنا من اللي سلايد اللي فاتت. ده اسمنا الفاي والن سيتا. عايزين نعمل design. سريعا كده فكرك بال design. كنت اول حاجة بتصمم. اللي هو الفاي. الفاي عند السيكشن رقم اثنين الاول. لان السيكشن رقم اثنين. سيكشن مميز شوية. عنده ضغط وعنده moment. لانه عند الركايز. فانت محتاج تحسبيه المميز. الضغط عنده بسالب. اربعة وخمسين خمسة وستين مميز. لو اسكشن رقم اثنين. طب والمميز. فاكر المنظر ده. الحمل ده كنت محسبه ازاي. dead load. زائد live load. مضروب في الهوروزونتا الاريا على السيرفيس اريا. اهو. هتروح تحسب ال W. هتطلع لك برقم. فاعوض في القانون ده. المميز عندك بيساوي الحمل في X تربيعة الاثنين. يطلع المميز ده بكلام فارغ. هتقول له استخدم interaction diagram. بس بعد ما تحول دول ultimate. لان دول working. هضرب ده في واحد ونصف. واضرب المميز في واحد ونصف. وفي الاخره هقول له استخدم interaction diagram. alpha بواحد. وفي الاخر خالص. هو مينموم ستة في عشرة. وما تعملش اكتر من كده في الامتحان. لا تخش الانتراكشن diagram. ولا تجيب الرو. ولا تحسب اي حاجة. لانه في الاخره هتطلع مينموم ستة في عشرة. فانتكتب زي كده بالضغط في الامتحان. اي سيكتشن تاني ضغط. واللياجون السيكتشن رقم واحد ده. ده على بيور ضغط. بيور كومبريسر. فبيتصمم زي العمود. الاول السيكتشن ده عليه ان 5 بسالب. 98 دو جرم مية. هضربها حولها ultimate. يعني هضرب في واحد ونصف. يطلع بمية سبعة واربعين واثنين. هروح هستخدم معادلة العمود. فمن معادلة العمود انا احسب الكباستي بتاعت السيكتشن. افرد الحديد الاول. ستة فاي عشر. واحسب الكباستي بتاع سيكتشن ابعاده مية في الف. المية اللي هي تي اس واحد. لان السيكتشن رقم واحد تي اس بتاعته بمية. والالف اللي اخد شريحها لجوه بالف متر. فاعود في قوية العمود ببساطة يا ابني. هطلع لك ان البيه ultimate كباستي. بالتسعمية تمانية وتمانين. والرقم ده غالبا ثابت. او ممكن يتغير عشان الف سي والف فيلد. ما تحسبوش في الامتحان. قولها نستخدم معادلة العمود. واكتب المعادلة. وبعد المعادلة اكتب ان البيه ultimate كولام اكبر بكتير. من الان فيه ultimate. ده من كبير ما تحسبها. وبالتالي اوكي. يوز مينموم ستة فيه عشر. ومع السلام. كده صممت المريد ان داريكس. واي سيكشن. ضغط غير ده. غير السيكشن رغم واحد. الستة فيه عشر هتوفي. لان الستة فيه عشر بتشيل حمل كبير قوي. اكبر من اي قوة ضغط بيور هنا. يعطي السيكشن ده. او السيكشن ده ما هو ضغط برضه. فالستة فيه عشر موطي. ناقصني بس سيصمم السيكشن في الرنج. دايريكشن اللي هو الموجب. وده جديد. ما خنوش المره اللي فات. فانا هصمم لك السيكشن رقم واحد في الرنج دايريكشن. اللي الان ستة فيه موجب خمسة وتمانين من مية. لو عايزها ultimate اضرابها في واحد ونص. يطلع لك بواحد وثلاثة. بس صممها ازاي دي بقى؟ بمعادلة الطاي. بما ان تنشان فهستخدم الطاي. يبقى ان سيتا في عشر قص ثلاثة على اف فيلد على الجامعة اس. والحيط اللي هيطلع لكل متر. لان ان السيتا ده ايه؟ كوة لكل متر اصلا. هتيجي تحسب بص كده؟ انا حبيت تحسب معك مرة يعطي. طلع معا الاريا اس بثلاثة واربعة وسبعين من مية ملي متر مربع. لكل متر طولي. يعني معناه ان انا محتاج قديه بقى لا. سيخ فاي صفر بقى ولا سيخ فاي واحد. بس محتاج حاجة. فيبقى الميليموم هيوفي. فاستخدم الميليموم ستة فاي عشر. يعني حتى في التنشان الميليموم هيوفي معك. صعب ده يا شباب؟ باش مهندس. باش مهندس والفوت الثمانية بالتنشان. ايه؟ باش مهندس والفوت الثمانية. يبقى اي ضغط ثاني ميليموم. تمام. تمام. المفروض ان انا رسم تفاصيل التسليح. بس قبل الخطوة دي. هجيب حاجة اسمها سترينينج أكشن أمديم. وساعدتك ركز معي معلش دقائتين. عشان الحتة دي. محتاجة فهم سويا. معلش. انا دلوقتي عندي البارتق فدوم ده. انا متأكد مية في المية ان في الاخر خالص هنا. فيه كاميرات. كاميرا افقية وكاميرا رأسية. لان الان سيت اركز معي. لان الان فايل اللي جاي من فوق. جاي على الميل كده. فالمرة اللي فاتت. قلتلك الان فايل على الميل دي. بتتحل الرأسي. وبتتحل الأفقي. والأفقية دي بتشيلها كاميرا هيروزونتل. والرأسية دي بتشيلها كاميرا. بيردي. وعطيت انت فاهم ده. وما فيهوش جدايا يعني. مشكلت في ايه بقى. تركز معي بالله عليك. السيكشة الرقم واحد ده. اللي هو فوق اصلا جنب الفراغ. ده لقيت عنده ان فايل. سبحانه الله. قيمتها. تمانية وتسعين واثناشر من مية وبالسالب. يعني ضغط. تركز معي كده. يعني لو ده السيكشن رقم واحد. فانا عندي. عند السيكشن ده. موازي. مماس. للدوم. قوة. بتضغط على السيكشن. ما انا بتضغط. لانها بالسالب ضغط. معناه ان هي بتضغط على السيكشن. يبقى ضغط كده. قيمتها ان سيتا او ان فاي قاسف واحد. قيمتها كم دي؟ تمانية وتسعين واثناشر من مية. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقولك ان القوة الضغط ده ايه؟ للأسف. هتتحلل هي كمال اللي جوها هورزونتل. وقوة vertical. عارف؟ لو انت في الامتحان. حللت القوة ده ايه. لقوة vertical. وما اطلعش ان ال vertical ده. بيساوي القوة اللي فوق دي. ليه العاشرة؟ يبقى انت حسابها غلط. ليه؟ اصلا بكل بساطة يا ابني. القوة اللي كانت هنا اصلا. محسوبة من تحليل ده. القانون بتاعها هو تحليل القوة اللي فوق دي. فالمنطقي. ان المجح حلل القوة دي تانية رقاصية وافقية. على الاقل المركبة الرقاصية لازم تكون بتساوي دي. وحسبها قراي. ليه ما تشوف كمان شوية. تطلع على حسبة كده. وما احسبها دلوقتي احسبها قراي. هتطلع بعشرة بالزبط. ليه مركبة الرقاصية. ده معناه. ان الاحمال اللي جاية من فوق. هتتزم مع الاحمال. او مع الفي. التحليل الرقاصية. فانت مش محتاج اي كاميرات. او الحتة اللي هنا دي. اللي هي الحتة اللي وصلة من الدوم. والكلام اللي فوق. او الكاميرا اللي قدت لك. مش هتتصمم على اي احمال. اللي جاي لها من تحت. قد اللي جاي لها من فوق. او بيبقى عليها شوية مومنتات صغيرة قوي. مش هتصمم عليهم. المشكلة كلها في المخفية دي. اللي هي القوى الهوروزونتل. نتجة من اي دي يا رايس؟ من تحليل الان فاي. لقوة هوروزونتل. طب اجيبها ازاي؟ احسبها ازاي؟ تعال يا رايس واندس بقى نحسب الحتة دي. ودي تعتبر اصعب حتة في السكس. فاركز معايا بالله عليك. انا هاخد بقى الحتة دي كده. انا هاخد بقى الحتة دي كده. ما اهتملناش بها دي. هتعرف دلوقتي. هقولها تاني. هاخد الحتة دي. واعطاها بر. اهي. اخدت الحتة دي كده. واعطاها بر. اخدت الحتة دي. عندك مشكلة ده. عندي قوة ممسية عند السكشن ده. اتمس. قيمتها ان في بتمانية وتسعين واثناشر من مية. طب انا اعملها الفوق اللي كده يا رايس. لان السكشن الرقم واحد اللي هنا. ركز معايا انا هو. بأكد لك تانية معلومة. السكشن الرقم واحد اللي هنا ده. القوة دي بتضغط عليه. لانها بالسالب. فا تضغط. تضغط يا عم هاي. طيب. انا عايز بقى حالة للقوة دي الافقية والرقصية. بص كده عصنا تتلغبط حالة. حالة. بص كده. انا ممكن اقول لك ان. الزاوية ده هي. ده هي. اسمها فاي واحد. عندك اعتراض. عندك اعتراض ان الزاوية. اللي جاي من السنتر. رايحها للسكشن الرقم واحد. الزاوية اسمها فاي واحد. اللي كنا مطلعينها بخمسة. خمسة وتمانين من مية. لا. هي صح فاي واحد. طب هي مش دي تسعين درجة. اه تسعين درجة. يبقى الزاوية اللي بقى دي كان. المثلث. تسعين. ناقص. فاي واحد. لو دي تسعين. يبقى دي زاوية دي تسعين. دي اسمها فاي واحد. يبقى اللي بقى دي تسعين نقص فاي واحد. حد يا ابن عنده اي اعتراض في له. لو عندك اعتراض قل. بص كده. هي مش القوة دي ممس. ممسية للدوم. يعني لو كملت ده الاخر كده. القوة دي نفسها. خط القوة. فالطبيعي. ان الزاوية من الخط ده. لحد هنا. لحد الخط اللي هو جاي من السنتر. تسعين درجة. لان الزاوية اللي جاي من السنتر. عمودية على الخط ده. فالزاوية دي كلها تسعين. منها جزء. اسمه تسعين نقص فاي واحد. يبقى الجزء اللي بقى اسمه ايه؟ لان الحتة دي. عد عارف؟ دي كلها تسعين. جزء منها اسم تسعين نقص فاي واحد. يبقى الحتة اللي بقى اسمها ايه؟ فاي واحد. عشان ما يجبع على بعض دي كلها تسعين. طب تسعين نقص فاي واحد ايه؟ اللي هي الزاوية بين الخط الافقي. والحتة اللي هي الانتداد ده. الزاوية دي. دي كلها اسمها فاي واحد. طب لو ما دي خط الافقي على استقامته. مش الزاوية اللي اسمها فاي واحد ده. في التقابل بالرأس هي دي. يبقى دي كمان فاي واحد. فلو انت عايز تحلل ان فاي واحد ده هاي؟ هتحللها على الافقي ان فاي واحد كوزاين فاي واحد. وعالراسي ان فاي واحد صاين فاي واحد. حد مش فاهم ده شباب؟ يا لعبة حساب مثلثات من الآخر يا ابني. اي مماس ميله على الافقي. الزاوية عند استيكشن. يعني المماس للستيكشن رقم واحد. ميله على الافقي. اسمه فاي واحد. الزاوية اسمها فاي واحد. صعب يا شباب؟ حد مش فاهم ده؟ طبعا مش فانسو. طيب بص كده اركز بقى معي. خلاص كده انت فانا. ان لو عايز احلل فانا عارب بقى ان التحليل لو دي فاي واحد. ففي الاخر الافقي برضو فاي واحد. الزاوية دي فاي واحد. فلما حللت حللت دي ان فاي واحد كوزاين. والراسي بتاعها ان فاي واحد صاين. طب هي مش النقطة ده هي. ليه استيكشن رقم واحد ده. جاي لها قوة من فوق بقى عشرة. اما تيجي تدرب بقى ان فاي واحد لها تمانية وتسعين وتناشر من مية. في صاين فاي واحد لها صاين خمسة. خمسة وتمانين من مية. سيطلع معاك الرقم ده بالزبط عشرة. بوينت او 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 بعد كده اركاف. سيطلع عدل فوق وكلام منطقي. ان الرأسي ده يطلع عدل رأسي اللي جاي من فوق. لان اصلا القوة الميلة ده هي تحليل دي. القانون اصلا بتاع الان فاي هو تحليل القوة دي. وبالتالي يا باس مهندس. القامرة اللي عند استكشن رقم واحد لها القامرة ده هي. مش هتحس باي احمر رأسي. لان الحملة اللي جاي لها من فوق زي اللي تحت. زي شغل التربة بالزبط. شغل الأسات. ووزن اللبشة ذات نفسه. ما بيقصرش على اللبشة. لانه مقصر على التربة على طول. فالتنين بيلاشوا بعض. فده نفس الكلام. مع ان فيه مفروض فيه شغل المنتجس سغرنا مش هقول لك جات من اين. بس خلينا نقول ان الحملين في الاجر هيودوا بعض. تقريبا. يعني من الاجر الكامرة اللي هنا القبر ده هي. هتتصمم على الهوروزنط الرياكشن بس. اللي هو ان في كوزين في. اني في بتاعة السيكشن اللي انت عنده يبقى في واحد. وكده خلصت يا رأيك. يبقى الكامرة اللي فوق الأبر بيم. دي هوروزنط البيم. لانه مش محتاج. اي او او مش هعمل او مش هصمم الكامرة على اي قارة قصية. والقامرة اللي فوق ده هي. هتبقى كامرة شكلها راسي. لان ما ينفعش عملها اوفقية. شكلها وحش في التنفيذ. هتبقى شكلها راسي. بس شايلة قوة هوروزنط. فبسميها هوروزنط البيم. هتبقى وحشة قوي لو انت عملتها هوروزنط البيم. توقع كده النقص الدوم. في الاجر كامرة اوفقية طالعة كده. شكلها وحش تنفيذها ريخت. فحنا هنعملها كامرة راسية عادي. بس هنصممها على القوة الافقية دي. فبنسميها الهوروزنط البيم. الكامرة دي بقى كشكل. في البلان عاملة ازاي دايرة. نص كترات نو نص. كترات كله خمسة. جاي عليها قوة. ركز بالله عليك معي. الكامرة دي مكانة هنا. في الحتة دي كده. القوة راسية مع السلامة. جاي عليها قوة افقية. متأثر من بره الدوم لجوة. لان القوة دي كانت ضغط. فتحليلها هيضغط برضه. فجاي عليها قوة عاملة كده. قيمة القوة دي هي اله. لان فاي كوزين فاي. والقطر بتاع الدايرة دي كلها هي القطر ده خمسة متر. الشكل اللي جديد عليك. لا. خدتوا السيكشة اللي فات. ان لو عندي دايرة. القوة بتأثر من جوة البرة. فتتوقع انك معاك أستيك. وبتفتحه من جوة البرة فالأستيك يتأثر بشد. دي عكس سابق. عندي أستيك. والقوة بتأثر من بره لجوة. فالأستيك ذات نفسه يتأثر بإيه بضغط. طب قوة ضغط بكام؟ اله مضروبة في الار. او اتشي بدي على الاتنين هي اياه. طب عادي نحسب الاتشي الأول. اتشي بتساوي ان فاي واحد كوزايم فاي واحد. ان فاي واحد اللي هي زاوية اللي هي الان فاي عند السيكشة الرقم واحد. بتمانية وتسعين واثناشر بدون إشارات. بتمانية وتسعين واثناشر. في كوزايم فاي واحد يطلع معاك بسبعة وتسعين وست. عايزة جيب الكمبريشن اللي في الكاميرا. يبقى الكمبريشن بيساوي اتش في آر. سبعة وتسعين وستة في اتنين ونص. يبقى ماتين اربعة واربعين كيلو نيوتن. يعني الكاميرا الأفقية اللي هنا ده هي. او الكاميرا اللي عند السيكشة الرقم واحد دي. عليها قوة كومبريشن ماتين اربعة واربعين كيلو نيوتن. عايزة صمم صممها زي العمود. رساها مش نصمم. لانه كان محتاج انه يحسب اللوتز فقط. في الامتحان يكون محدد. شوفوا عايزة يحسبوا. صعب يا شباب؟ اعمل آخر يا ابني. الكاميرا اللي بتربط بعناصر فوق اللي هي بتبقى مزروع عليها البوستات. ما بتتصممش على اي احمر رقصية. بتتصمم على حمل افقي فقط. بيساوي الان فاي عند السيكشن ده مضروبة في كوزاين فاي عند نفس السيكشن. وبعد كده الاتش ده بحولها الكمبرشن جوه الكاميرا. والكمبرشن ده بيساوي اتش بقى. صعب يا شباب دي؟ حد مش فاهم؟ طيب انا كده عملنا خلاص جبنا السترينينج اكشن على الوبر بيم. وهي الكاميرا واحدة اتصممت على الهوريزونت الرقصية. تعال نجيب السترينينج اكشن على الوبر بيم بقى. ودي بيش جديدة بقى الكاميرات اللي تحت. هاخد برضو سيكشن يا هنا يا هنا وارسمه هنا او. انا خدت سيكشن هنا. خدت الحتة دي كده وكبرتها. فبقيت عاملة كده. نفس الكلام بقى. تحت خالص الكاميرات تبقى هنا. في الحتة دي. عند الستيكشن رقم اثنين في نفاي بالسالب. لتحت كده. ليه بالتحت؟ لان عند الستيكشن رقم اثنين الانفاي. بتضغط. بتضغط على ايدك. باربعة وخمسين خمسة وستين من مية. هحلل. والتلك الزاوية الأفقية. ما بين المماس عند اي سيكشن والأفقي. اسمها ايه؟ اسمها الفاي بتاعت السيكشن ده. فيبقى هنا يا باش مهندس. التحليل الاتش ده ايه؟ بتساوي ان فاي اثنين كوزاين فاي اثنين. وفيه تحليلها فيرتكال تاني. الفيرتكال هتشيله كاميرا راسية. الهوروزونتا هتشيله كاميرا أفقية. فيبقى هنا باش مهندس محتاج كاميرا أفقية وراسية. فلما انت عند الفوتينج. وكان دوم عادي. او بارتقف دوم عادي. ما هواش هاب سفير. فالقوة اللي اسمها ان فاي بتيجي على المايل. بتتحليل راسي وافقي تبقى محتاج كاميرتين. فتعال نتكلم على كاميرا. كاميرا اول حاجة بالنسبة للكاميرا الهوروزونتا. لا الكاميرا دي. كاميرا دائرية. وبتأثر عليها اتش من جوه البر. من جوه الدوم لبر. يبقى عاملة كده. نصف كترات 30 لانها كاميرا تحت. طب والاتش دي بكام. ان فاي كوزاين فاي. دايما الهوروزونتا. ن في كوزاين. ودايما الهوروزونتا. ن في صاين. صاين ايه او كوزاين ايه. الزاوية اللي انت عندها. فيطلع الاتش ب43 و2 من 10. وبعدين. طب ده قوة هوروزونتا. لتأثر من جوه البر. بتعمل عالك كاميرا تعمل تنشن. والتنشن بيساوي اتش بار. فالاتش عندك. والار نصف كتر الدايرة. والدايرة دي تحت لانها كاميرا تحت. فيبقى اتش ب15. يطلع معاك ب648 كيلو نيوتن. وشكرا. ما تصممش. طب بالنسبة للفيرتكال بيم. ها كاميرا الرقاصية دي. كاميرا الرقاصية دا هي كاميرا الرقاصية دائرية. شيلةbed architectime التي هو vind испытation. الذي هو sin fib . زائد وزن البرتكال زائد وزن الوريزونت دي زي السيكشل اللي فات بالظبط في حيث ان الدبيو عليها في زائد اون ويد في البرتكال زائد الوريزونت وزن البرتكال والوريزونت البي بحول الكلام ده البي زي السيكشل اللي فات بخش الجدول صفحة 69 بعض عمدان 12 ارسم مومنت وشير وتورشن بالقيم اللي في الجدول وكده خلص خلصت المطلوب التاني صعب يا شاب حد مش شاهم ده طيب لو كملت معايا هو كان عايز يعمل كومبيليد بزاين عملنا وعايز يرسم تفاصيل التسليح تعاق نرسم تفاصيل التسليح للبرتكال ده جديد بقى او مش جديد او يعني زي اللي فات تاريخ ما يفوش حاجة جديد او فعشان هرسم تفاصيل التسليح فهيسم الصفحة نصتين على يمين هنرسم اللي فيجن على الشمال هنرسم بلا تعاق نرسم اللي فيجن مع بعض ركز معايا بقى بالله عليه ده شكل اللي فيجن اوه كاميرا افقية وراسية تحت بعد كده الدوم بعد كده في هنا كاميرا الكاميرا دي بعملها مقلوة الفوق سوما تبقاش باينة من تحت بقى تدون كده حتة واحد دي الكاميرا اللي هي صممتها على هوريزونت الرياكشن طب لو اخدت قطاع هنا كده مفروض ان القاميرا دي دايرة يعني لو القاميرا دي عاملة كده لو ده قطاع عامل كده اهرسوا بتاحت شوية معلش فالقاميرا دي مستمرة كده الجو بالمنظر ده حاجة شبه حدود بالحصان كده فانا شفت القطاع ده هنا المفروضة على مسافة بقى اشوف القطاع التاني وبين القطاع ده والقطاع ده انا اشوف الخطين ده لانا افصلت لهم من هنا اشوف الخط اللي تحت واللي فوق خطين افقيين فايبانه هنا خطين افقيين كده يبقى خطين دول هما اسقاط الخط ده والخط ده وارسم خط قطع مش هاوصل لحد الاخر طيب اذا بتاع كاميرا افقيين ورأسيها تحت دوم وبعدين كاميرا مقصوصة الفوق او طلع الفوق عشان ما تنزلش لتحت والخطين دول هما اسقاط نفس الكاميرا دي على فكرة بس من بعيد عادي ارسم التسليح بص نفس التسليح بتاع مرة اللي فات اول حاجة التسليح السفلي شايفو او نبزة زي بتاع مرة اللي فات بالضبط بس خد بالك بقى ان التسليح ده بمشي كمان جوه الكاميرا ككانة لها فبيبش كده بص افقي كده يطلع لفوق يخش شمال ينزل لتحت ويقفل بقى يبقى التسليح السفلي بيخش كمان جوه الكاميرا ككانة وتفرده وتكتب عليه 6.10 نفس الترتيب بتاع المرة اللي فات برسم حديد الكاميرا الافقية والرقاصية حتى نفس الرسمة اللي فات واخد الكنات دي وفردها فوق وتكتب عليها 5.8 6.8 انت مصممتش لو صممت الكاميرا وتكتب الافقية بتاعي طيب الحتة دي اصلا انا مكبر السمك فيها 140 لاني صممت على المومنت والمومنت كان عامل كده نفس اللي فات في مومنت انا سالي فمحتاج حديد سالي بين فوق هن فبعمل سيخ حديد كده ويخش جواه الكاميرا الافقية كده وفرده واكتب عليه 6.10 ناقص بقى الحديد المنقط اللي هو الان سيتا بتاع الان سيتا الحديد الرنج فبرسم حديد منقط باللازرق كده واكتب عليه 6.10 على المتر وجوه الكاميرا دي برسم اندكيشن ثلاث سفو صف اتنين تنس كل صف في سيخين وبرسم الحديد من ناقب بتاع الحديد العلوي وبكده يا باش مهندس انا خلصت الاليفيشن بفوش اي فكرة يا ابني سيخ من الكاميرا للكاميرا وبيطلع جواه الكاميرا كده السيخ التاني العلوي بيخش جواه الكاميرا الافقية وتسليح الكاميرا الرقصية والافقية زي اللي فات وحديد من اقط وحديد من اقط وكل القيم عندك 6.10 ميليموم اي حديد من دول معدل في الكاميرات 6.10 ميليموم سوف ترسم البلاني سوف ترسم من تحت الفوق وكل حاجة سوف تسقطها سوف ترسم من تحت الفوق وأي حاجة ساعتك شايفها سوف ترسم من تحت الفوق سوف ترسم من تحت الفوق وبعدين القاميرا الأفقية اللي بره دي سيبقى خطاقة بره دايرة بره كل الكلام ده من تحت الدواير وبعدين جوا المسافة ده في دايرة منقطة اللي هي بتاعة المسافة X وعشان تعرفوا ده ممكن تعمل الحرقة دي بعد إزمال الحتة اللي في النص ده ده دي الدوم اللي سمكه مية فتقوم جاي عامل دايرة كده وتكتب جواها مية تعرفوا ان جوا دايرة منقطة كل الدوم بمية من النقط لحد الكاميرا من خط المنقط لوينة مثلا لحد الكاميرا السمك ده من مية لمية واربعين فترسم دايرة جواه وتكتب كده من مية لمية واربعين ويزود الكلام ده عالسكشل اللي فات دي كلها بمية أي حاجة دايرة منقطة بمية إنما دي من مية لمية واربعين طب هل كده أنا خلصت إسقط شفت النقطة دي وشفت النقطة دي وشفت العمدان وشفت النقطة دي لو بصيت كده هتلاقي إن فينا نقطة برضي اللي هي بتاعة الكاميرا الحارف بتاعة الكاميرا الدائرية ما الكاميرا دي دائرية خد بالك فهتبان هنا دايرة كده وجوه الدايرة دي فراغ منه للسقف منه للهوة لتكون بقى اللي فوق أنا برسم تسليح البارد أوف دوم فأنا بالنسبة لي في البارد أوف دوم الحتة دي فراغ طب أنا عايز الفراغ ده المفروض متحاوب بكاميرا دائرية ده خط من خطوط الكاميرا طب الخط التاني لو أنت بصيت من تحت الفوق فالخط التاني هو إسقاط النقطة دي هل ساعدتك شفاف النقطة دي أصلا؟ لا فبان دايرة من أقطة ناحية جوه ناحية القاميرا التانية يعني كان دا الأول كده خط ظاهر اللي هو قابة عن النقطة دي فيه خط تاني من أقط هيترسم جنب النقطة اللي كانت ظاهرة بس ناحية القاميرا فقادي يا بشواند الخط الظاهر هرسم دايرة من أقطة رايحة ناحية القاميرا دي أو بمدائس خط الحتة اللي هي الفتحة دي في حيث ان الخط الظاهر وخط من أقط دول بتوعي القاميرا المقلوبة ناحنا كدناها على فكرة أول سنة خالص في أول سيكشن بتاعة البدروم كان في البدروم كان فيه قاميرا مصهرة وقاميرا أصلي مقلوبة القاميرا المقلوبة دايما خط الظاهر وخط النقط ناقص باناك ترسم التسليف ركز معاي مبدئيا برسم التسليح السفلي والعلو على رسمة واحدة في أسم الرسمة نصين النص على الشمال البوتوم والنص على يمين بالنسبة للحتة البوتوم لها السفلية الحديد السفلي بتاعي واصل من الكاميرا الرأسية رايح لحد الكاميرا التانية أو في الحتة السفلية في حديد واصل من الكاميرا للكاميرا والحديد دا السفلي دا داخل جوا الكاميرا دي وداخل جوا الكاميرا دي كلمة داخل يعني فضغط نقطة هنا وضغط نقطة هنا فتاعرّفوا إن الحديد دا في الإ nogetydiضان داخل جوا الكاميرا دي هارسم تيخ واحد كده لا إرسم كدا سيخ إرسم كواين ثاناثة أربعة كلهم رايحين للماركس المسابة صغيرة 200 بس كل ما تكبر المسابة بتزيد أعمل سيخ نص الارتفاع نص الطول وشاور عليهم مكتب 6 فاي عشر وبعدين وأنا في الصفلي هرسم إسقاط النقط دي النقط دي رنج مدوارة دايرة فهبانت كده دايرتين كده عايز ترسمهم بره ماشي عايز ترسمهم جوه ماشي يفضل ترسمهم جوه وكتب علوم 6 فاي عشر يعني ممكن ترسمهم كده يا باشوانت عايز وتكتب علوم 6 فاي عشر فيه أي تسليح شبلي تريد في الدوم لا فيه تسليح عالوي غش من اللي فين من الكاميرا الهوريزونتل رايح لحد المسافة اكس يبقى في الحتة العلوية هرسم خط من الكاميرا الهوريزونتل رايح لأكس ومش بادئ بنقطة ولا ناقي بنقطة لأن الخط دا بالكامل مش نازل أي حاجة رأسية فمش هيبقى النقطة وتشاور عليه وتكتب 6 فاي عشر منقصك الحديد بالنفسجي دا دا حديد مدور جوه المسافة اكس الزامي ما ينفعش يترسم جوه كده يعني ما ينفعش تعمله كده غلط دا كده غلط لازم يترسم من خط المنقط لحد هنا لأنه هو أساسا جوه المسافة اكس وبتكتب عليه 6 فاي عشر وكده خلصت الرسل طب الشبكة اللي كانت هنا يا باش مهندس في البارت وقف دون ما فيش شبكة لأنه أصلا فيه فتحة وهعرف أرس الحديد دا جوه الكاميرا عادي حد عنده أي سؤال يا جماعة فحب شمهندس سؤال بس لأنه في الكطاع اللي هو قبل الفتحة اللي فوق دا كطاع ضغط ما يفرقش الحديد تحت أو فوق صح؟ عادي جرد الموجود وعندنا في الكطاع اللي هو عند الفوت دا كطاع كان عليه مومنت الأعلى فمحتاج الحديد اللي فوق قطاع ضغط وقف دا جرام قطب واحد صح؟ تمام كان ممكن أنا أعمل سيخ واحد بس هلوي وخلاص سيخ واحد ازاي؟ سيخ يعني 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 مش هلوي يسوفلي عند الحتة اللي عند الفوت هو سيخ علوي من أول الفوت لغاية أعلى حتة الفتحة اللي فوق يا ابني أنت نصمم بإنتراكشن دا جرام ألفا بواحد دا لازم في إنتراكشن دا إنتراكشن دا إنتراكشن دا جرام ألفا بواحد يبقى لازم سلام 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 أحد عندي هؤلاء سؤال يا جماعة سأخذ الفكرة التي غالباً جايف في الابتحاني ليس فكرة هي مسألة بس كده المثال الثالث يقول لك أهاف سفير دوم وزد من 20 متر إتسر كوير المطلوب منك يبقى إتسر كوير 2 درو زا انترنال فورسز فورز الدوم إلستريت وزنير سكتشز زا ديزاين فورسز زا ديزاين فورسز أون سابورتينج رينج بيمز سكتش رينفورس من ديتيل ومديك الاف سيو خمسة أو عشرين والاف في ييل لب تلتمية وستين مرة اللي فاتت مليتك كده حاجة عن الهاف سفير النهاردة هأكد عليها وهزود عليها حتة صغيرة لو راجل في المسألة طالب أن يغطي حتة أرض في هاف سفير فكنت قلت لك أن الدوم الاف سفير ده دوم هاو عشان الدوم ده يكون هاف سفير لازم الا تبقى بتساوي الار تبقى بتساوي الواي كلهم كده يبقوا بيساوي نص القطر بتاع الأرض اللي بتغطيها الدوم تبقى بتساوي الار يعني ما الار دي بتساوي دي على الاثنين في هاف سفير الا والار والواي كلهم متساويين بيساوي دي على الاثنين فلو أنا عايز أغطي حتة الار دي بدوم هاف سفير محتاج دوم ارتفاعها عشرة متر كترها عشرة متر الا بتاعتها بعشرة متر اللي هي دي على الاثنين يعني دي اول حاجة ويوجد انها مرة اللي فاتت دي المعلومة التانية هي الزاوية فاي في الهاف سفير بكامل لو أنا بقولك على السيكشن ده اللي هو السيكشن رقم اثنين ده اللي عند الفوتنج الفاي بتاعته بكامل ادي السنتر لاين ودي خط واصل ده على فكرة ده كده السنتر بتاعته لان دي الايه فادي السنتر لاين ودي خط واصل من السنتر لحد السيكشن الزاوية بينهم كان بقى تسعين درجة فنقولك ان الفاي عند الفوتنج للهاف سفير بتسعين درجة مهم الكلام ده طبعا ليه بشواندوس ايه لك من شوية ان الان فاي او القوة عند اي سيكشن بتبقى مماس للسيكشن والمماس ده بيبقى زاوية ميله على الافقي نفس زاوية الفاي بتاعته طب انا لسه اقيد لك السيكشن الرقم اثنين ده الفاي بتاعته بكام انت لسه اقيد لتسعين درجة فلو هرسم مماس هنا اللي هي الان فاي هنا ولكن ضغط فهي مماسة للدوم هنا بحيث ان زاوية ميل المماس ده مع الافقي تبقى بتساوي الفاي اللي هي بتساوي تسعين درجة عارب ده معنى ايه؟ معنى القوة الان فاي عند السيكشن الرقم اثنين هتيجي رقصية تماماً هتيجي مهي؟ لا اصلاً لان الزاوية فاي بتسعين درجة فيبقى الان فاي هنا سواء كتشد او ضغط هي دايماً ضغط هتبقى جاية عند الفودنج رقصية تماماً طب ايه يعني؟ هتيجي رقصية يعني ايه المشكلة؟ قال لك يا شمهاندس انت كنت عند الفودنج من دقيقتين بصدد مستخدم قامرة افقية ورقصية لانك هتلقى الان فاي جاية ميلة فحللتها ال V و H المرة دي الان فاي هتجي رقصية في الهب سفير فده معنى يا شمهاندس ان القوة ده هي هتبقى محتاجة قامرة رقصية بس مش محتاجة هوروزونتال بيم اصلاً القامرة ال V او الهب سفير محتاج قامرة فقط مش محتاج اي قامرات هوروزونتال عند الفودنج لان الان فاي جاية رقصية مش هتتحلل أصلاً ودي ملحوظة مهمة قوي الان فاي هنا هتجي رقصية فيبقى في الهب سفير لان الان فاي عند الفودنج رقصية يبقى هنستخدم قامرة رقصية بس وبروز دي ملخص تاني بقى كده وشواندس ملخصها تاني عند الفودنج هنا تماماً في الهب سفير مش هستخدم اي قامرات افقية الركيز قامرة رقصية بس ليه يا بحسواندس لان الان فاي جاية رقصية فهتبقى محتاجة قامرة رقصية بس مش هتتحلل أصلاً يبقى عند الفودنج الان فاي عشان هي جاية رقصية يبقى انت ساعدتك هتستخدم قامرة رقصية فقط في الهب سفير مش محتاج قامرات افقية صعبة ده يا جماعة؟ طيب تعالى بقى نمشي قطوات حل عادية مسألة عادية خالص بس هو عايزة هتستخدم فالخطوة الاولانية حساب الكونكريت دايمنسي قادي الشكل بتاعه وعايزة حسابله الكونكريت دايمنسي اول حاجة المسابة دي اسمها دي من النص هنا كده المسابة ده اسمها ار ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها واي؟ كلهم عشان هم هابسفير متسويين وبيساوي دي على الاتنين يعني بيساوي عشر على الاتنين او عشرين على الاتنين اسم بيساوي عشر عايزة تجيب ايه كمان؟ الفاي الفاي دايمن بتسعين درجة اللي عند الفوتنج بعد كده تي اس واحد بمية واحد من عصر يعني تي اس اتنين باثنين من عصر او الاتنين من مية اسر وبعدين اكس دي بكام؟ اكس دي باي شمهاندس نفس القانون هتعوض هتطلع اقل من متر هتاخدها بمتر بعد كده البرتكال بيم ده ايه؟ ابعادها 225 في 600 طب والهوروزونتال بيم ده هابسفير يا شمهاندس طب الهابسفير ملهاش هوروزونتال بيم عند الفوتنج لان القوة هتيجر قصية تماما فهي لديها بس بيرتكال بيم وبكده خلصت الكونكريت دايمينشن نقصك النمبر في كلها اذا حسبته هتطلع معك باثناشر عمود الخطوة التانية حساب الاحمال نفس الاحمال بتاع مرة اللي فاته دي بثلاثة ودي بواحد نفس الاحمال بتاع مرة اللي فاته الخطوة اللي بعد كده الاحمال بتاع مرة اللي فاته ومن حقك في الامتحان تعمل زي ما نعمل كيه بالزبط احنا روحنا اللي هابسفير استنتقنا قوانين اسهل شوية من الدوم العادي وما كنت ملهاك مرة اللي فاته داعتك في الامتحان كل هتعمله هتحسب الكونكريت دايمينشن هتحسب اللوتز هتيجي في الاحمال ترسم الرسمة جده وبعدين تقوله عايز ارسم نفاي ون سيتا تقوله ان نفاي والن سيتا عند الكراون اللي هو السيكشن الرقم واحد دا اللي فوق متساويين وقيمتهم بالسالب وقيمتهم جي في ايه على الاثنين زائب بي في ايه على الاثنين والقانون دا اللي تقولك المرة اللي فاته وتعوض على طول بالجي اللي عندك والبي اللي عندك والل هي بعشرة تجيب الارقام دا ايه تطلع معاك بسالب عشرين ممكن ما تكتمش اكتبه بالسالب لانك راسم بالسالب اوه ايه دا على طول كده ولا راه حدد بقى دابيو فاي ولا بي ار ولا حدد اي حاجة هي القوانين دي في الهبس فير محفوظة طبعا عند الفوتين برضو الان فاي بتساوي الان سيتا بس الان فاي بالسالب وقيمتها جي في ايه زائب بي في ايه على الاثنين والان سيتا بالموجب بنفس القويمة جي في ايه زائب بي في ايه على الاثنين يبقى في الهبس فير ان فاي و ان سيتا متساويين في الكراون بالقويمة والاشار اشارتهم الان اتنين بالسالب وقيمتهم جي في ايه على الاثنين زائب بي في ايه على الاثنين عند الفوتينج ان فاي و ان سيتا متساويين قاقيمة بس كأسارة لا بحيث ان دي بالسالب و دي بالموجب والقويمة بتاعتهم جي في ايه زائب بي في ايه على الاثنين لو حسابتها هتطلع معاك بسالب 35 و دي بالموجب وصل بقى بمنحنة و ده شرطه سالب وصل بكرب و ده فوق سالب وتحت موجب وخلصت السترينج اكشن في دقيتين ولا حسابت بقى بي ار ولا ده بي و في ولا اي حاجة هي كده وقوانين تعاوض فيها زي ما هيه يعني يا رب في الامتحان تجيلك المساعة بتاعتك هاب سفير يبقى هاب سفير هحسب بس الابعاد اللوت استرينج اكشن وتوم جاية رازع القانون وماشي وراسمها كده خلصت اول حاجة دروزة انترنال فورس فورسة دوب صعب يا شاب هاب سفير هاب سفير هاب سفير هاب سفير هاب سفير هاب سفير كده هاب. والنبر اوف كولام. البي تجيبها ازاي? النبر اوف كولام الاول احنا جبناها تلعو سنبتشار عمود. البي عشان تجيبها بيجيب حاجة اسمها الاول الديبيو. الديبيو بتساوي البي زائد اون وي بتاع الفيرتيكال بيم بس ففيش هوريزونتال. طب البي دي بكام? الكوة او ناتج التحليل بتاع الان فاي. كده كده الان فاي مش التحليل اصلا. الان فاي ده مبلهاش تحليل. بص كده ايه رقاصية ايه. فالفي ده ايه? بالان فاي اللي هي بخمسة وتلاتية. الاريا مساحة الكاميرا الرقاصية اللي هي ماتين وخمسين او خمسة وعشرين من مئة في ستة من عشر. والجمع قريب بخمسة وعشرين هتروها تجيب البي. الديبيو مضروها في اتنين باي ار وبعدها تخش الجدول ده باتناشر عمود تجيب القيم او المعادلات دي. هترسم بقى الرسومات بتاعتك زي المرة اللي فاتت كرسومات وقاقية من انت حسبتها تحطها. كده عملت خلاص صراحة. اخر حاجة ارسم بتفاصيل التسليح. فهي فكرة انا مش هقولها بالتفصيل. هي خلاص كده خلصة نفس اللي فاتت. في النص هرسم البابلان وعلى يمين هرسم الاليفيجن. الاليفيجن هو نفس الاليفيجن بتعمل مسألة رقم واحد من غير الهوريزونتال بين. فرتكال بين بس. واقعد انها قطة قطع. وارسم الحديد السفلي. وفرّضو هنا 6.7 وارسم الحديد العلوي. الواقع دارسم الكانر بالحديد الجواه. وفرّض الكانر. وأرسم الحديد. ده. وارسم 倍اليها 6.7 وارسم الحديد العلوي. وأكتب عليها 6.10 بالتفريد. وبعد كده حط الحديد من اقترب. عادي دارسم الكلام. نفس الكلام ب 맞квment الأولانية من غير هوروزونتل بي. اه دي. المسألة بتاعتها ايه? بالعمدان. ما فيش هوروزونتل بي بقى. بعد كده بارسم خط بنقط بتاع المسافة اكس. فاكتب السمك ده مية. وده مية على مية واربعين. وبعدين بقسم الصفحة نصية او راسة نصية. هنا بطم وهنا طب. وبعدين بارسم شبكة. والشبكة دي بعدها على بعضها دي على عشرة. بتبتغيب مرة الجاية. المسألة بتاع الشبكة ده ايه? دي على عشرة. عشرين على عشرة باتنين متر. دي كلها. نصة دي على كام بقى? عشرين. بعد كده هترسم التستيح السفلي بيوصل من الكاميرا لحد الشبكة. اهو السفلي هو عامل كده. نص ونص. ستة فايا عشر. وبعدين الحليل اللي هو مدور. ستة فايا عشر. وبعدين الحليل العلوي. واصل من الكاميرا الرئاسية لحد المسافة اكس. وداخل جوا الكاميرا الرئاسية فهو بنقطة لحد المسافة اكس. واكتب عليه ستة فايا عشر. واعمل حليل دايرا الرينج. واكتب عليه ستة فايا عشر. فهتلاقي هو نفس الكلام بتاع المساء الاولينية ما فيوش اي اختلاف. صحبه ده يا جماعة? لا لا بس. هو هو اللي احنا قولناه قبل كده. ماشي. طب انا دلوقتي قدام اختيارين. يعني نكمل. انا مش بس. انا مش بس. يا الافكار كمان هو في اخر السيكشن واحنا تقهي. طول ثلاث ساعة. طب انا اقول لحادثك باش معنا. اقول لك انا حاجة بقى. انا اخد. انا اخد. انا اخد. انا اخد بك رحو.